فيك بركة الله زملائي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك سألين الله أن يؤمن علينا جميعا بالخير والصحة والبركة والأمن والإيمان والسلام أينما كنا في كل بقاع الأرض بقاعنا السادس بسلسلة مع الدكتور محمد الحسين يتحدث لنا عن مشاكل التربي التي نصادفها ومن المحتمل نغفل عن كثير من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مشاكل في الأبل بتعريف عن الدكتور محمد الحسين هو دكتوراء في الجيو تكنيك من جامعات فرنسا عملة بكبرى الشركات الهندسية العالمية مثل شركة أتكنز والآن هو صاحب شركة شركة سوبر آرق الهندسية التي تعمل بمجال الجيو تكنيك والإصلاحات الخرسانية أترك الشاشي مع الدكتور محمد الحسين وأتمنى إن شاء الله أن تكون ويكون لقاء اليوم مفيد للجميع معك الشاشي دكتور تفضل آية تكرا عافية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الكرام الزملاء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بألف ألف خير اللهم فرج عن هذه الأمة هذه الغمة ورزقنا إن شاء الله في الأعمام القادمة حجبتك الحرم في البداية لا يسعني إلا أن أشكر الأخ الصديق والزميل الفاضل المهندس عبد الحكيم على هذه المبادرة الطيبة التي إن شاء الله ستكون في بيزان حسناته وفيها الفائدة للجميع بإذن الله طبعا لن أزيد على ما تكلم به المهندس عبد الحكيم بما يخص التعريف به حتى لا يكون هناك نوع من التزكية للنفس ولا أزكي نفسي على الله فنحن الآن إن شاء الله سنتحدث عن أهمية هندسة الجيوتقنية وبعض المشاكل والتحديات التي يغفل عنها كما تفضل الأخ والزميل المهندس عبد الحكيم يغفل عنها الكثير من المهندسين المصممين سواء في البنية التحتية أو في الأبنية في بختلف أنواعها وحتى في المنشآت المائية مثل السدود وغيرها فأولا قبل أن أبدأ أريد أن أسأل فيما لو كان الصوت مهندس عبد الحكيم واضح للجميع دكتور الصوت واضح جدا جدا وإذا أحد الزملاء في عنده أي تعليق ممكن بالشات بس يكتب أن الله يباري فيكم آف بارك الله فيكم إذن لنبدأ على بركة الله بسم الله من بعد إذنك إذا بتعملنا بس فول سكرين لأن دائما سأعمل سأعمل إن شاء الله تذكير فقط اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم وقل ربي زدني علم الحقيقة أن أهندسة الجيوتقنية بحر لا حدود له وللأسف أنه لم يعطى حقه في مجالات الهندسة شتى فالآن السؤال السؤال الآن الذي يطرح نفسه هل حقا نحن بحاجة إلى علم الهندسة الجيوتقنية الحقيقة هذا هذا العنوان اقتبسته من أحد المحابرات التي تنظبها جمعية المهندسين المصريين جزاهم الله خيرا في المملكة العربية السعودية بإشراف نقابة المهندسين المصريين فهم صباقون ما شاء الله في كل العلوم على يعني على مستوى الوطن العربي فاقتبسته هذا العنوان من أحد الأخوة الأفاضل و يعني أن تذكر لمن مثلا آتى بهذا العنوان يعني فضله فهذا الشيء من الاعتراف بالجميع إن شاء الله طبعا كما ترون على المقدمة وضعت صورة من أحد الكتب الشهيرة لأحد المنشآت الهامة في العالم وهو برج فيزا في إيطانيا وهذا يمثل رمز الهندسة الجيوتقنية على مستوى العالم طبعا موضوعاتنا ستتمحور إن شاء الله عن مقدمة على هندسة الجيوتقنية لأنه ليس من الجميل أن ندخل في المشاكل والتحديات ونعرف لبعضها دون أن نعرف ولو يعني لمحة سريعة عن الهندسة الجيوتقنية ومكونات التربة وتصنيفها والإجهادات الفعالة والإجهادات الكلية لأنه في الحقيقة الهندسة الجيوتقنية أو ميكانيك التربة مبني على ميكانيك الإنشاءات لذلك نتعامل مع التربة وكل المؤلفات كذلك نتعامل مع التربة على أنها جزء من هندسة الإنشاءات وتطبق عليها المعادلات الإنشائية من إجهادات وزاوية احتكاك وغيرها لذلك من هنا سنبدأ بفهم الموضوع ومدى قصور ما هو موجود الآن للتعامل مع التربة كما هي ولذلك نرى أن الكثير من المشاكل تحدث بسبب هذا القصور وعدم تغطيته لا في الكتب الهندسية المنشورة حتى الآن ولا حتى في البرامج الهندسية المعتمدة على العناصر المحدودة فاينت إليمات كوتس لأنها كلها تتعامل مع التربة كأنها جسم إنشائي وتطبق عليها المعادلات من زاوية احتكاك وتماسك كوهيجين وضغط الماء وغيره من هذه المعاملات سنتعرض وسنتعرض على عجالة أيضا إلى فحص التربة والأشياء التي مثلا تهم المهندس الإنشائي أو المهندس المدني بكثرة كم حفرة أو كم جسة أريد وكم عمق الجسة وما هو التباعد إلى آخره وبعض التجارب المهمة التي نقوم بإجرائها في الحقل لنشتق معاملات التربة من مثلا زاوية احتكاك أو مقاومة أو قوة تحمل أو احتكاك إلى آخرين وبعض التحديات وإذا كان هناك إن شاء الله مجال الأسل والأجوبة إن شاء الله إذا سمح المنظم بإعطائنا بعض الوقت للإجارة أو الأسئلة وإلا أن مستعد على الإجابة على كل الأسئلة إن شاء الله كتابة إن لم يتسنى الوقت أن نجيب عليها أثناء المحاضرة فكما ترون أن كل الفروع الهندسة المدنية بكل اختصاصاتها تبدأ من هندسة الجو تقنية وهناك طرفة جميلة حدثت معي أنا شخصيا عندما كنت مهندسا خريجا جديدا فأنا أول ما تخصصت تخصصت في الهندسة الإنشائية وكنا أول دفعا نختص في الهندسة الإنشائية فعندما بدأنا العمل في الحياة العملية كانت تواجهنا كثير من مشاكل في هندسة الجو تقنية وكلما سألنا مهندسا أو مديرا يبعثنا أو يرسلنا إلى مهندس آخر فوجدنا أن هندسة الجو تقنية ضعيفة جدا في مجال الهندسة المدنية أقرد بعونه تعالى أن أكمل دراساتي العليا في هندسة الجو تقنية إذن أنا مهندس إنشائي حتى يعني لا تجدوني غريبا فيما بينكم فأنا مهندس إنشائي ومتخصص هندسة إنشائية وتخصصت في الدراسات العليا في هندسة الجو تقنية إذن هندسة الجو تقنية هي أساس لكل أنواع أو فروع الهندسة المدنية ف ماذا تعني كلمة جو تقنية كلنا يعرف جو تقنية الانجينير الانجينيرين جو تقنية الآن يوجد خلط في الواقع يعني بعض الإخوة الذين يدرسون علم الجيولوجيا يقول أنا مهندس جو تقنية والذي يدرس مثلا علوم الأرض يقول أنا مهندس جو تقنية فيوجد خلط في هذا المصطلح فأحببت أن يعني أنوه إليه قليلا فجيو هي تعني كلمة الأرض وتكنيكل هي تعني أن يكون عندك علم في هذا أو معرفة أو اطلاع على هذا العلم إذن هو علم تخصص الأرض من الناحية الفيزيائية طبعا وليس من الناحية الجيولوجية فماذا يعمل يعني مثلا أن نحن عندنا هنا ما يسمى في هندسة الجيو تكنيكل بشكل عام تحتها يأتي ما يسمى هندسة أو ميكانيك التربة ميكانيك التربة هو الفرع الذي يتعامل مع يعني أو يطبق ميكانيك الهندسة أو ميكانيك الهندسة ومبادئها على التربة إذن الميكانيك يعني نحن كنا نسميه كونتونيوس ميكانيك أو ميكانيك الإنشاءات فهذا العلم يطبق على هندسة التربة فسمي ميكانيك التربة والجيو تكنيكل انجينيريك هو الفرع من الهندسة المدنية الذي يتعامل مع هذا العلم الذي يتعامل مع هذا العلم كما قال كوديتو الفتسمية وثمانا وتسعين فهذه الصورة يعني تعطي رمز لماذا نحتاج هندسة الجو تقنية يعني مكتب التصميم هنا أنا ممكن أستأذن وبس أكبر الماوس أستخدم يعني لون آخر ما لش اسمحولي ماوس ديف وايس اسمم دا أجست نعم إذا إن شاء الله الآن الأمور طيبة نعم الآن واضح السهم أعتقد فيأتي المهندس مكتب التصميم يريد معاملات التربة فطبعا يوحي أو يطلب من المهندس الجو تقنية أن يضع نطاق عمل لهندسة الجو تقنية ويأخذ العينات إلى المختبر ومن المختبر يجري الفحوصات ويعطينا معاملات التربة والآن كثير من الإخوة المهندسين يقول لك قال تقرير فحص التربة وأوصى تقرير فحص التربة طبعا أنا الآن أريد أن أحب أن نوه إلى شيء مهم جدا أن المكتب الهندسي يعتمد كليا على ما يقوله تقرير فحص التربة والمختبر مختبر فحص التربة حسب الآيزو 17 025 المتخصص بإعطاء شهادة ممارسة المهنة للمختبرات بمختلف أنواعها ليس مختبر فحص التربة فقط المواد المختبرات الطبية المختبرات البيئية كل المختبرات تأخذ الاعتماد حسب الآيزو 17 025 فهذا الستاندرد أو هذا الكود العالمي لا يطلب ولا يحتم على مختبر التربة أن يعطيك تقريرا هندسيا فالمختبر يعطي معلومات كما نسميها factual يعني يعطي تقرير الفحص فقط وعلى المكتب الهندسي أن يشتق معاملات التربة لكن للأسف ما يحدث أن المختبرات هي التي تعطي التوصيات والمكتب الهندسي يقتصر على أخذ هذه المعاملات ويجري التصميم دون الدخول بالتفاصيل ومن هنا تأتي الفجوة الكبيرة ومن هنا تأتي الفجوة الكبيرة إذن كما تنظرون أنا بدأت المحاضرة أو العرض فقلت هل نحن فعلا محتاجون للهندسة الجيوتقنية إذن انظروا هنا تفنن المهندسون الإنشائيون وأبدعوا في التصميم الإنشائي والدليل أن هذه المستودعات أو هذه الخزانات حدث لها نهيار ولم تنهار إنشائيا إذن نقول أن المهندس الإنشائي مبدع لكنه للأسف لم يتفحص ولم يتأكد من سلامة الأساسات وطبيعة الأساسات ونوع الأساسات وديمومة الأساسات فانهارت المنشعة فانهارت المنشعة طبعا كلنا نقول فونديشنز أو فوتينج ولم نفكر يوم من الأيام مثلا وأنا أحدكم مثلا أن فوتينج أتت من فوت من القدم والقدم والقدم هي أسفل شيء في الإنسان فسبحان الله إذن الأساس هو مثله مثل القدم مهمته نقل الحمولات إلى أرض صلبة فإذا كانت الأرض جيدة نعمل ما يسمى شلو فونديشنز وإذا كانت الأرض بعيفة نعمل ما يسمى بايلينج أو ديب فونديشنز إذن عرفتم الآن من أين أتت كلمة فوتينج وهنا برجنا الشهير برج بيزا طبعا هذا البرج بنية على أرض غضارية وكلف الدولة الإيطالية أو الرومانية في ذاك العصر مبالغ طائلة وكان رمزا للهندسة الإنشائية لكنهم لم يحسنوا دراسة الأساسات فمال البرج وخرج عن الخدمة وبما أنه يمثل بسبب الهبوطات التفاضلية طبعا كما ترون جزء منه هابط وجزء منه ما زال يعني هبوطه أقل وهذه هو الهبوط التفاضلي يعني يحدث هبوطات غير متساوية على الأساسات فالبرج الآن تم تثبيته على حالته ولكنه لم يعود إلى ما هو عليه وهو خارج عن الخدمة فعلا لكنه رمز للدولة الإيطالية التي هي من بقايا الدولة البيزنطية أو الرومانية إذن هذا كله من مشاكل الأساسات طبعا تعرفون أنتم الآن الأساسات العميقة والأوتاد منها المحفورة أو ومنها المسبقة الصنع وتدق في الأرض وتسمى طبعا سواء تيمبرز أو ستيل أو كونكريت يوجد أنواع عدة وأيضا هندسة الجوتقنية تستخدم في الطرق وفي الجسور في بناء الجدران الاستنادية ورأينا كثيرا من الجدران الاستنادية تنهار وينهار الطريق أو بسبب عدم يعني الدراسة الكافية لمواصفات التربة المستخدمة في الردم وأيضا هنا الانهيارات الانهيارات سلوب واستخدام ما يسمى يعني نوع من الرتين جوال يسمى جيفيونز وأيضا التايباكس المشهور والذي يعرفه إخوتنا في الخليج كثيرا ويستخدم كثيرا في بناء البازمت أو ما يسمى الأقبية من طابقين فأكثر طبعا طابق واحد ممكن يكون يستخدم كينتيليفر فلا داعي هناك لاستخدام تايباكس والآن حددت كثير من البلديات استخدام هذا النوع وخاصة بالنسبة للجوار وطلبت الاكتفاء بالتدعيم من الداخل ما يسمى ستراتس وأيضا هناك النيلينج يعني تدعيم مثلا صفح الجبال والطرق التي تقع بجوار الجبال حتى لا يحدث انهيارات وهذا ما يسمى نظام استرس والتدعيم إذن كما ترون وهذه أيضا الشيت بايلز الصفائح المدنية المدقوقة ويصنع منها كثير من أنواع الريتيني جول سواء لتدعيم الحفريات أو لحجز المياه وتشفيف مثلا القواعد وخاصة ما يسمى بالكفر دامز اللي هي تطويق منطقة معينة سواء في البحر أو في البر وتشفيفها لبناء القواعد ويبناء القواعد أو الأنفاق وغيرها وهندست الأنفاق كل هذه من الجو تكنيكال والسدود والانهيارات الأرضية والردميات والطرق وهذه الآلة تيرنبول التي كنا نراها كثيرا عندما كنا أطفال ونقول ماذا تعمل هذه فهذه أيضا تستخدم كثير في بناء السدود والطرق لأنها تحمل كثيرا من المواد دفعة واحدة وأقوى من السيارات بكثير وأيضا عندنا هناك ما يسمى جيوفابريكس الآن جيوسانتيتيك هذه التقنية دخلت هندسة الجيوتقنية من الباب العريض وتستخدم كثيرا في تدعيم تدعيم الردميات والطرق طبعا أطلب من الأخوة أن لا يملوا كثيرا لأن الهدف لأنهم كلكم ستقولون أننا كلنا نعرف هذه الأشياء نعم تعرفونها لكن هدف محاضرتنا ليس هذه الأشياء بقدر ما هو المرور عليها مرور الكرام حتى تترسخ في أذهانيكم إن شاء الله وهذه أنواع جيوسانتيتيك للردم والتدعيم والطرق والجسور وحتى كيفية الردم الآن نحن عندنا في البلاد دعنا نقول العالم الثالث كما يسمون الغرب نردم مخلفات المعامل ومخلفات المخلفات الصناعية نردمها نحفر حفرة في الأرض ونردمها دون أي معالجة لكن في الحقيقة يوجد ما يسمى يعني لازم تكون مفلترة مدروسة إلى آخر بحيث نستفيد منها أولا في توليد الغاز كما ترون هنا مثلا يعني معناها في توليد الغاز وهناك مدن كبيرة مثل برازيل وغيرها تولد الغاز من المخلفات وأيضا حتى لا نلوث المياه الجوفية حتى لا نلوث المياه الجوفية وهناك أيضا الانسترومنتيشن أو المراقبة والأجهزة والأجهزة بمختلف أنواعها سواء مراقبة الهبوطات ومراقبة سلوكية الأرض وأذكر أنني عملت على برج المملكة على بناء الأساسات فكان هناك برنامج بالمواصفات أو المواصفات طلبت زرع معدات مراقبة عمرها خمسين عاما في الأساسات لمراقبة حركة الأساسات على طيلة فترة استخدام البرج لكي يتفادوا أي مشكلة تحدث في حينها ولا ينتظروا حتى تحدث الطمّة الكبرى فالآن خلاصة لما تقدم نقول يجب أن لا تتحرك أو تطلب من المهندس الجيوتقنية التدخل لاحقاً لكن يجب أن تطلب منه التدخل عندما تبدأ ما يسمى الـ في المرحلة الأولى من التصميم في المرحلة الأولى من التصميم وإلا تقع الفأس بالرأس ويكون الوقت متأخر جداً وكما يقولون جو تكنيكال انجينيرز وورك هارد لي هارد وهذه الصورة نفسها تتكلم عن نفسها الآن ما هي التربة؟ يعني إحنا نقولنا أنه طبقنا ميكانيك الانشاءات على التربة من هنا ستعرفون أن أن التربة ليست كالخرسانة أو كالحديد ممكن السيطرة عليها وأقولها لكم وأنا إن شاء الله على ثقة من هذا الكلام أن هندسة الجو تقنية خمسين في المئة نظري وخمسين بالمئة يعني خبرة أو جاجمت فإذا لم تملك الجاجمت فأنت مهندس جو تقني غير دعنا نقول غير ملم بهندسة الجو تقنية غير ملم بهندسة الجو تقنية وستعطي معاملات وقوة تحمل مضللة وفي التالي ممكن أن تحدث كوارث كبيرة جدا وهذا في الحقيقة ما يحدث أن كثير من المهندسين يجتهدون في ذلك يقول أيها هندسة الجو تقنية أنا تعلمتها في الجامعة وأعرف ماذا تعني هندسة الجو تقنية اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول أننا في الجامعة لم نتعلم من هندسة التربة إلا يعني القليل القليل والمبادئ العامة فقط فلو خدتم وكتبتم مجرد سويل ميكانيكس أو جو تكنيك أو روك أو ما شاء ستجدون الآلاف المؤلفة من المراجع في هذا المجال وكلما قرأتم في كتاب تجدون أنكم يعني لا تعرفوا شيء عن هندسة الجو تقنية بما فيكم أنا يعني أنا بما أنني تخصص بهذا العلم أجد نفسي كثيرا من الأحيان أنني لا أعرف إلا القليل القليل فتركيب التربة كما تعرفون وهذا مهم جدا طبعا كلكم تقولون الآن أننا نعرف ذلك أنها مكونة من حبيبات التربة ومن الماء ومن الهواء إذن هذا هذا التعريف هذا ليس تعريف التربة الحقيقي بقى ما هو تعريف أي هندسة مواد يعني سواء الرمل يوجد فيه هواء ويوجد فيه ماء ويوجد فيه سوليد سواء الصخر سواء الحجر سواء أي مادة تجدون فيه هذه المكونات حتى الحديد أحيانا إذا لم يكن مصنع بشكل جيد تجدون فيه هذه المكونات إذن من هنا بدأت هندسة التربة من هنا بدأت هندسة التربة وبدأوا باشتقاق طبعا هنا يعني يعني تقريبا تمثل الواقع هنا تمثل الواقع هذه العينة وهنا يعني لاشتقاق القوانين فوصلوها الأجسام الصلبة الماء الهواء الماء الهواء واشتقوا علاقات التربة واشتقوا علاقات التربة وإذا كانت التربة مشفعة كليا فلا يوجد مجال للهواء فيوجد ماء ويوجد حبيبات ويوجد حبيبات وإذا كانت جافة يوجد فيها هواء ويوجد فيها صلب وإذا كانت ليست جافة وليست مشبعة بين بين يوجد فيها المراحل الثلاثة يوجد فيها المراحل الثلاثة كما هو مبين هنا ومن هنا اشتقوا العلاقات طبعا هذه على السريع أمر عليها دون الدخول بالتفاصيل وأعرف أنكم كلكم تعرفون ذلك بالرجوع إلى أي مراجع ميكانيك التربا ستجدون هذه العلاقات بالتفصيل طبعا تصنيف التربة على السريع نحن كمهندسين ما يهمنا أن التربة فيها ما يسمى التربة الخشنة والتربة الناعمة والخطر كل الخطر يأتي من التربة الناعمة والتربة الناعمة يندرج تحتها ما يسمى السيلت والكلهي يعني السيلت والغضار السيلت والغضار طبعا الغضار أنعم من السيلت ومن هنا يأتي تأتي المشاكل من مشكلة الكونسوليديشن هذا أني أتكلم من هذا الموضوع من الناحية الفيزيائية من الناحية الفيزيائية كونسوليديشن يعني هو خروج الماء من الفراغات وهبوط وتلاصق الحبيبات مع بعضها لملء الفراغات وبالتالي يحدث ما يسمى تشديد في اللغة العربية أو في اللغة الإنجليزية والفرنسية كونسوليديشن فما هو المعيار ما هو الحد الفاصل بين التربة الخشنة والتربة الناعمة هو المنخ الرقم 200 أو القطر بالمليمتر بوحدات المترية 74 مايكرون أو 74 بالألف مليمتر وماذا يعني المنخ الرقم 200 أنه يوجد 200 ثقب في الإنش الطولي 200 ثقب في الإنش الطولي وهذا التصنيف جداً مهم للحبيبات تربة لأنه عندما نعرف أن هناك نسبة المواد الناعمة أكثر من نسبة معينة 10% 11% إلى آخر فمعناه هناك خطر ويجب أن ننتمي إليه وأنا على فقة تامة أن قليل جداً منا يقرأ ما يسمى الفحص الحبي أو التحليل الحبي أو وينظر إلى النتائج فيما لو كان هناك فيما لو كان هناك نواعم أو لا وهل النواعم هذه حقيقة وتم إجراء تجربة ما يسمى عليها الترسيب أو أنها أملاح مذابة وهنا تقع المشكلة وتقع الطامة الكبرى فكل ما يهم المهندس المصمم أنه ينظر لكل أسف إلى قوة التحمل وإلى طول البايل وقطر البايل وفقط وفقط دون أن يجد نفسه وينظر إلى النتائج والمختبرات قل ما تنوه إلى هذه هذه المعلومة وبالتالي يحدث التصميم الخطأ وتحدث المشاكل الهندسية إذن هذه تجربة الترسيب إذا كانت نسبة المار على المنخ الرقم 200 الذي ذكرنا أنه يصل النعم عن الخشن إذا كانت النسبة أكثر من 15-20% يجب إجراء هذه التجربة بمعرفة التدرج الحبي ومعرفة طبيعة هذا الموضوع هذه هي سلطة هذه هي كلي إلى آخره وهذه المنحنيات عندما يقول لك مثلا جيد التدرج أو سيء التدرج أو منقطع أو لا يوجد نوع من الحبيبات لأنه لما يكون في مصطبة مثل هذا المنحني رقم E فهذا يعني الحبيبات الصغيرة ستتذحرج ضمن الحبيبات الكبيرة والثالث سيحدث ثبوت لذلك أفضل أنواع المواد هو ما يكون كل الأقطار موجودة فيه ومنتظم مثل المنحني رقم D طبعا هناك تجارب تجرى على المواد الناعمة والمواد الخشنة من المواد الخشنة مثلا التحليل الحبي بارتكال جرين سايز ديستروبيوشن وبرتكال شيب والمواد الناعمة تجرى عليها ما يسمى سويلا بلاستيسيتي والبلاستيسيتي أنديكس وغيره فالآن شيء جميل جدا نتطرق إلى هذه الأشياء حتى المهندس الإنشائي أو المهندس المدني يعرف ماذا يعني سوليد ماذا يعني سيمي سوليد ماذا يعني بلاستيك ماذا يعني لكويد وما يعني البلاستيسيتي أنديكس على السريع فما يسمى يعني عندما تكون التربو لكويد يعني تخيل نفسك تتناول حساء البازلاء إذن التربة مثل الحساء يعني مارقة جدا ويعني سائلة وإذا كانت كما يسمى بلاستيك مثل زبدة الفول السوداني وكلنا يعرف زبدة الفول السوداني هذه بلاستيك وثيمي سوليد مثل الجبنة مثل الجبنة والسوليد مثل الهارتكندي مثل الحلوة الصلبة والبلستيسيتي أنديكس هو الفرق ما بين الليكويد لميت والبلستيك لميت دون الدخول بالتفاصيل دون الدخول بالتجارب هذه بشكل عام وهذه التجربة الشهيرة التي تعلمناها في الجامعة تعرفونها كازا جراندي أبريتاس وكيفية استخدامها في منها الأوتوماتيك وفي منها العادي وكيف نحسب الليكويد لميت دون الدخول بالتفاصيل أيضا لكن مجرد تذكير ويعني مثل ما يسمى memory refreshment وهذه تجربة البلاستيك لميت والفتاعل هذه التي تذكرنا بعملية صناعة ما يسمى الشعيرية التي كانت جداتنا في القديم يعملوها ووالداتنا فالآن يعني كله صناعي لكن قديما كانوا يعملوه في اليد فهذه الهندس المدنية ما زالت تستخدمها إلى تاريخه حتى تاريخه تستخدم هذه الطريقة لتعيين البلاستيك لميت طبعا البلاستيك أندكس هو الفرق بين الاثنين كما نوهنا إلى ذلك وهذه البلاستيك تشارت يعني هو أورغانيك غير أورغانيك بلاستيك كل التصنيفات هذه لن أدخل بالتفاصيل لأنكم كلكم تعرفون هذا مجرد مرة سريعة لأن القصد من حاضرتنا اليوم هو الوصول إلى ما يسمى التحديات التحديات التي تواجه المهندس المدني والمهندس الإنشائي في اتخاذ القرار والبناء الصحيح واختيار نوع الأساسات الصحيح وهذه هنا طريقة تصنيف التربة يعني الآن يعني مختبر التربة يعني العمل به ليس سهلا تحفر وتأخذ عينات وتذهب إلى المختبر وتجري تجارب إذن انظروا هنا مثلا انظروا هنا أن هذا الجدول حسب Unified System بعد ما تجري تجربة التحيير الحبي تصنف المواد مثلا هنا الحروف هذه تجدونها في تقرير التربة في البرهولوج GW مثلا ولي جري هنا ولي جري مثلا جرافل هنا مثلا بور جري جري جرافل هنا سلتي ساند إلى آخره ولي جري سلتي ولي جري جري إلى آخره فهذه يعني بعد أن اجرى تجربة التحيير الحبي لا بد لي من اجراء هذا التصنيف وتعديل تقرير التربة وللأسف كثير من المختبرات تغيب عنهم هذه الحقيقة ويأتي جيولوجيا ويوصف العين دون الرجوع إلى هذا الجدول لتصنيف أو يوصف العين كما يجب وصولا كما يجب وصولا وأنا يعني أؤكد لكم أن 90% من المختبرات لا ترجع إلى هذا الجدول وتصف التربة كما هي بل مجرد حسب ما يراه الجيولوجي ولله فاين متريال ويذر إلى آخره ويذر لكن كم النسبة كم كذا كما تجدون هذه نسبة دقيقة جدا وتأتي من التحليل الحبي وتأتي من التحليل الحبي أو السيد أناليسيس والتي لابد منها والتي لابد منها وهذا الجدول أيضا مستخرج من الكود البريطاني 5930 لتصنيف التربة الآن لمحة سريعة أن التربة أيضا حساب الإجهادات فيها كما ترون أن الإجهادات هي عبارة عن قوة على السطح والتربة للأسف تتعامل حتى تاريخي بمعاملة أي قسم من الهندسة المدنية هي قوة على السطح قوة على السطح وضغط الماء ويوجد هناك ما يسمى الإجهادات وإجهادات الفعالة وكثير أو نسبة لا يعني لا يمكن إهمالها أن بعض المهندسين عندما يبرمج المشروع لا ينتبه إلى مستوى الماء ولا يأخذ الإجهادات الفعالة لعين الاعتبار ولا يأخذ مستوى الماء وبالتالي وهذا أنا يعني رأيته رأي العين في بعض المشاريع التي تم يعني درستها قديما وعندما رجعنا إلى السيف موديل والإتالس موديل وغيرها لم نجد أن المهندس قد أخذ مستوى الماء بعين الاعتبار فحدثت عنده إجهادات كلية ولم تحدث عنه إجهادات فعالية ومن هنا بدأت المشاكل والهبوطات والانتفاخات وإلى ما ذلك المشاكل فدون أن أطيل عليكم فهذه العلاقة هي الإجهادات الفعالة هي الفرق بين إجهادات الكلية وبين ضغط الماء وبين ضغط الماء طبعاً هذا الجزء الأول من المحاضرة انتهى فالآن إن شاء الله سنذهب إلى الجزء الثاني الجزء الثاني من المحاضرة إن شاء الله أين هذا share screen دكتور ما بدو share screen بعتقد بس أفتح الفايل الفايل أيوة بس أفتح الفايل لأن أنت عام share screen فبالتالي بس تفتح الفايل أيوة نمتاز أيوة بدأ هذا أيه تمام هذا هو الجزء الثاني نعم ما لستمحنا نحن لم نستخدمه كنا نستخدمه كمستمعين وليس كمحاضرين الآن اختلفت الآية فالسايت اكسبلوريشن أو فحص التربة الذي هو الأساس الآن في اشتقاق معاملات التربة هل نحن لماذا نعمل فحص التربة طبعا دون الدخول بهذا النقاط بالتفصيل إذن لاشتقاق معاملات التربة وآخر عينات وإجراء التجارب عليها لأنني أنا عندي كثير من سلايدات فأريد أن أختصر وأركز على التحديات أكثر من الأشياء المعروفة بالنسبة للإخوة المهندسين حتى لا تملوا من عرض الموضوع طبعا فحص التربة يعني أنت عندما تريد أن تعمل فحص تربة ليس المقصود فقط أن تذهب وتأتي ببرهول أو حفرة وتأتي بالعينات إلى آخر يجب أن تعمل ما يسمى دسك توبستدي وتجمع المعلومات سواء كانت معلومات أرشيفية أو معلومات من البلديات أو معلومات جغرافية أو إلى آخر عن الموقع وتدرس الموقع وبالتالي تقرر ما نوع الفحصات ما نوع الفحصات وكم حفرة أريد وكم عدد الحفر وكم طول الحفرة أو عمق الحفرة وما إلى ذلك للأسف في البلاد العربية وخاصة هنا عندنا أنه لا يتوجد خريطة جيولوجية متكاملة لكل بلد على حدة تساعدنا في قراءة الواقع بشكل جيد فتجد أن مكتباتنا أو أرشيف المختبرات مليء بالتقارير الهندسية لمشاريع شتى في مختلف الأماكن دون أن تكون لها خريطة جيولوجية تجمعها أو ما يسمى data center نستدعيها عندما نريد كاستشاريين يعني أنا مفروض كاستشاري عندما أدخل نظام التراخيص بعد أن أدفع الرسوم المطلوبة يمكنني أن أطلب المعلومات عن المنطقة سواء معلومات تصوير جوي أو تقارير أو غيرها وبالتالي أستطيع أن أحكم مسبقا عن نوع الأساسات ونوع المشاكل التي ستواجهني لذلك كل موقع يعامل على أنه موقع جديد ويبدأ من الصفر ويبدأ من الصفر وبالتالي نبدأ جولة الفحص ونجد أعداد ليست سهلة وليست صغيرة من الحفر من الجسات ومن ومن التجارب إلى آخرهم وهذا يؤخر زمن تنفيذ المشروع وزمن اتخاذ القرار وزمن إعداد الدراسة الأولية أو ما يسموه أخوتنا في المكاتب الهندسية concept design concept design ف عند فحص التربة يلابد من مراعاة كل الأشياء من المقاطع الجيولوجية والتكشفات الصخرية وأيضا وجود السهول الخضراء والطرق والصرف مثلا وشبكات المياه وكل هذه الأشياء يجب مراعاة عند فحص التربة ولابد من تقرير التربة في الأخير أن ينوه إلى كل هذه الأشياء لأنها كلها مهمة بالنسبة للمهندس المصمم حتى يتخذ القرار الصحيح والتصميم السليم طبعا هناك يعني من التجارب يعني من عدد الجسات وعمق الجسات ونوع الجسات وتباعد الجسات إلى آخره طبعا لا يوجد هناك مرجع دقيق مئة بالمئة يقول لك مثلا لهذه المنشأة يجب كذا ولهذه المنشأة يجب كذا هذه تعتمد كلنا خمسين بالمئة على ما يوجد في التكستبوكس وخمسين بالمئة على المحاكاة للمهندس نفسه الجاجمنت إذن كما يقول هنا حتى هذه العبارة موجودة في الكودة البريطانية 5930 بي اس 5930 اللي هو المتخصص بفحص التربة يقول لك لا يوجد وليس للمحاكاة ولم يوجد لتعلم المحاكاة المحاكاة أو المعاكاة للمحاكاة المحاكاة مقاة ولكن المحاكاة موجودة في تكستبوكس ومتخص من محاكاة والآن سأعرض مختطفات من المراجع وأذكر بعض أسماء المراجع المهمة وأنا لا منع لدي من تزويد أي أخنا وإخوة بأي مرجع من المراجع لأن العلم لا يحتكر والعلم من حق الجميع السؤال how many boreholes or how many boring the number density of boring will increase متى يزداد مثلا فحص التربة أو عدد البرهولات أو عدد الحفر أو الجسات كلما كانت التربة غير متجانسة وفيها مشاكل يزداد عدد الجسات وكلما كانت الحمولة مهمة يعني عندما تبني بناية من طابق أو طابقين أو قصد مقبيلة من طابق أو طابقين أو تبني برج مثلا من 40 طابق أو 50 طابق أو 100 طابق أو ما شاء وذلك يزداد أهمية فحص التربة أشياء بديهية يقول لك في التربة البعيفة السوفت سويلز اللي هي يعني السلت والكلي لازم يعني أقل شيء تعمل حفر بعمق 50 قدم أو يعني ما يعادل 15 متر أو أكثر بقليل والسوفت سويلز بيس يعني المسافة بين الحفرة والحفرة من 100 قدم إلى 200 قدم هاي يعني بديهيات يعني يعني كل 30 متر تعمل حفرة تعمل حفرة السوفت سويلز بيس كثيرا سويلز بيس كثيرا أبتو 500 قدم يعني كلما كانت تربة قوية وجيدة ممكن نزيد المسافات بين البرهولات إذن نحن هنا في هذه العجالة نرى أن المهندس هو من يقرر على الأرض كم حفرة أريد إذن لابد من زيارة الموقع قبل التخطيط لعمل فاحص التربة وجمع المعلومات حتى يكون الفاحص دقيق طبعا هنا يعني من هذا مثلا المرجع سيورز 1979 يقول لك حسب مثلا المنشأة بنا تحتية أو مثلا أبنية هذه مهمة جدا للإخوة المهندسين يقول لك إذا كان الموقع مثلا متغير فلابد من تقريب المسافات بين الحفر حتى 30 متر حتى 30 متر وتيبيكل يعني يقول لك 200 قدم أو يعني 60 متر يعني فالآن أنت تجد موقع آلاف الأمتار المربعة وفي مثلا خمسة برهول أربعة برهول ثلاثة برهول يقول لك كافي كيف كافي يا أخي إذا المتخصصين بالهندسة يقول لك 200 قدم تيبيكل يعني كل 60 متر حفرة إذا كانت الطربة بين بين متوسطة يعني كل من 200 ل2000 يعني والتبيكل 500 قدم أو 500 قدم يعني كل 150 متر تعمل حفرة إذا كانت الطربة متجانسة هنا تزيد حتى ألف قدم يعني كل 300 متر ممكن تعمل حفرة طبعا بالنسبة للأبنية هذا بالنسبة للبنية التحتية معروفة أن المسافات تكون بعيدة أما بالنسبة للأبنية هنا ترون أن من 25 إلى 75 متر مثلا إذا كانت الطربة متغيرة كثيرا وهنا نرى أنه مثلا كثير من ممكن بعض الإخوة من البلديات يحضر معنا هذه المحاضرة تجد أن هنا مثلا عندنا في إمارة أوظفي يطلب مثلا من أجل فيلا مكونة من ألف متر مربع لا يوجد فيها مشاكل الأرض مثلا ثلاثة حفر على الأقل ثلاثة حفر على الأقل والحفرة الواحدة لا تقل عن 20 متر على أن تكون حفرة منها 30 متر لماذا 30 متر؟ لأن الكود الأمريكي ACI يطلب أن تكون حفرة للتصنيف على الزلازل أن تكون حفرة عمقها 100 قدم أو 30 متر وإذا كانت الطربة جيدة مثلا ممكن من كل 50 إلى 150 قدم تعمل حفرة وإذا كانت التربة متجانسة من 100 إلى 300 قدم طبعا هذه المعلومات عامة ممكن تستفيدوا منها إن شاء الله طبعا هنا حسب مرجع آخر يقول لك مثلا إذا كانت الأرض ضعيفة ورديئة وإلى آخره كل 100 إلى 300 متر مربع حفرة يعني 10 ضرب 10 كل قرد 10 ضرب 10 لازم تساوي حفرة فالآن نجد في بعض المباني قبل أن تضع البلديات بعض القوانين كانوا يعملوا حفرة وحدة وتوكلوا على الله ويبنوا عليها وتحدث المشاكل فيما بعد وإذا كانت التربة متوسطة يعني كل 200 متر مربع يجب أن تكون هناك حفرة 200 متر مربع يعني 10 ب20 أو مثلا 15 ب15 يعني إذا أنت عندك مبنى من 1000 متر مربع أرض مبنية فلازم تساوي على الأقل يعني إذا كانت أرض ضعيفة 10 حفر 10 حفر هاي كواليتي كل 300 متر مربع مثلا كامل حفرة فكم عمق الحفرة طبعا هذه من بعض المراجع يقول لك عمق الحفرة متعلق عمق الحفرة متعلق بعدد الطوابق وأيضا بعرض الأساسات وهذه العلاقات كما ترون مثلا إذا كانت التربة ضعيفة إذا كانت توسطة إذا كانت جيدة فهذه العلاقات ممكن ترجع لها وتستأنسوا بها إن شاء الله وإذا أحدنا عندك سؤال نستطيع أن نجيب عيدون الدخول بكيفية الحساب والأمر سهل يعني كلكم ما شاء الله أساتذة في الهندسة طبعا إذا كان مثلا عندنا جسور مثلا يقول لك من الأشياء البديهية هي أنه يجب أن يكون عمق الحفرة من 50 إلى 80 قدم والخبرة المحلية والمعرفة الجيولوجيا المنطقة كمان مساعدة وإذا كنت لا تعرف مثلا جيولوجية المنطقة لابد من أن تعمل حفرة عميقة جدا لدراسة تطبقات الأرض وبناء عليها تقلل عدد الحفر وأعماقها بالنسبة للجدران الاستنادية أيضا من الأشياء الممكن أن نستفيد منها أنه إذا كان مثلا جدار ساند للردم مثلا مثل تبع الجسور أو تبع الطرق يقول لك عمق الحفرة يساوي عمق أو ارتفاع الجدار زائد ناقص يعني مثلا إذا ارتفاع الجدار 10 متر لازم تنزل تحت الأرض 10 متر 11 متر 12 متر أو يعني إذا كانت التربة مثلا جيدة أو صخرية أو كذا 8 متر 9 متر يعني أقل بقليل إذا كانت التربة مدعمة سويل نيل بول إلى آخره فعمق الحفرة يساوي عمق التدعيم زائد 10 قدم وإذا كانت الدريل الشافت وهذا المتعارف عندنا في الهندسة أو في دول الخليج هنا ما يسمى سيكنت باينز أو ديفرامول أو إلى آخره فعمق الحفرة عمق الحفرة يساوي عمق الجدار زائد 150% من ارتفاع الجدار انتبهوا يا إخوان انتبهوا أيها الزملاء هذه نقطة مهمة جدا والله كثير من المشاكل تحدث الآن بسبب هذا القصور وهذا الوعي بعدم أهمية عمق الحفرة بالنسبة لجدران الاستنادية تجدوا مثلا إذا عمق 2 بيزمة 3 بيزمة مثلا 12-13 متر يحفر حفرة 15 متر ويكتفي بذلك وعندما تبدأ ما يسمى نضح المياه وتبدأ الحفر تجد أن السيكوتينج أو الإمبادمنت أو يعني نزول ما يسمى السيكنت بايل أو الدايفرامول أو إلى آخره يعني الوثاقة في الأرض لا تتجاوز لا تتزجاوز 2 إلى 3 متر تحت مثلا مستوى الحفر ومن هنا تأتي المشاكل بالأندر باينينج ودخول المياه من الأسفل وعدم السيطرة على المياه ومشاكل لا تعد ولا تحصى فالآن أنا ممكن أعرض من الأشياء التحديات أعرض صورة لبعض المشاريع المغمورة بالمياه إن شاء الله هذا الكود البريطاني يقول لك أنه المسافات بين الحفر من 10 إلى 30 متر يعني أنا إذا عندي برج أنا إذا عندي برج انتبهوا والله هذا من الأشياء المهمة والتي تغيب عن كثير من المهندسين وهذه الدراسة عن عدد تقرير متكامل لأحد الإخوة الأفاضل الذي كان يعمل في أحد البلديات وكان في اجتماع مهم وطلب مني على عجالة أن أوافيه بكم عمق الحفر وعدد الحفر وإلى آخره فاستخرجت له المعلومات من كودات موسقة حتى لا يقال أن هذه المعلومات أتت من شخص معين بعينه فهذا الكود البريطاني يقول لك من 10 إلى 30 متر يعني أنا إذا عندي برج يعني كل 10 ضرب 10 يعني كل 100 متر مربع كما تطرقنا إليه في السابق يجب أن أعمل حفرة وإذا كانت مثلاً ميلا سكنية أو كذا كل 30 بال30 يعني لا يقل يعني إذا كانت التربة متجانسة وقوية إلى آخره كل 900 متر مربع أعمل حفرة طبعاً هذه معلومات مهمة من الكود البريطاني مستخرجة وهذا مثلاً عندك السيريا السيريا كود رقم SB25 site investigation manual ينوه إلى نفس هذه المشكلة ينوه إلى نفس هذه المشكلة ويقول لك هنا نقرأها في الإنجليزية يعني هذا الكلام معناه أن المهندس عندما يعمل حفرة عميقة ويرى تطبقات التربة هو من يقرر عمق الحفرة يعني مثلاً إذا وجد أنه والله تحت الأساس مباشرة يوجد تحت مثلاً البايل تو ليبل يوجد مثلاً طبقة كلي أو يوجد تكهوفات أو ما شابه ذلك يجب أن يقرر أن يذهب بالأعماق إلى أعماق كبيرة إلى أعماق كبيرة ولا يكتفي بما خططه ولا يكتفي بما خططه لذلك نقول أهمية وجود المهندس على الواقع ومعاينة العينات أثناء استخراجها مهم جداً لاتخاذ القرار الصحيح وخاصة بالنسبة للمشاءات المهمة وأنا أقول وأنا متأسف جداً لهذا الكلام أن حتى المبنى السكني هو مهم يعني أن هذا بناء العمر هذا بناء الحياة فكيف أنا مثلاً أسكن في الفيلا في السكن الشخصي لي وبعد قليل من الوقت سنة أو سنتين تبدأ المشاكل والهبوطات والتشققات وما إلى ذلك من مشاكل حتى أصل إلى مرحلة أكره السكن الذي أسكن به وكل ذلك بسبب الإهمال الذي يحدث فهنا يقول لك يعني عمق الحفرة عمق الحفرة يجب أن يكون على الأقل مرة ونصف عرض الأساس طبعاً إذا أنا عندي رافت مثلاً 30 ب20 إذا 20 هو العرض الأدنى و30 يعتبر الطول فلازم أنزل 30 متر في الحفرة إذا يقول لك سنرى بالمخطط التالي هذه التعريفات يعني أقل شيء 6 متر 6 متر يا إخوان لا تفهموها أن 6 متر في الترب المعروفة الرملية أو الترب التي أصلها سبخات أن 6 متر كافية كما شاهدنا بعض قرير التربة لبعض الأبنية المكونة من طابقين أو ما يسمى لو ستوري بيلدينج حتى 6 طوابق يعني عمل حفر مثلاً 6 متر وبناء عليها صمم المبنى هذه 6 متر للترب الجيدة والممتازة والمتجانسة والتي لا تحمل أو تحوي عناصر ما يسمى هازارتس متريال هازارتس متريال سنرى ذلك في يعني أنا حتى الآن بعرض هذا ممكن ما نكون متشوقين كثيراً للموضوع أو أن الموضوع بالنسبة لكم ثقافة عامة لكن ستجدون أهمية الكلام الذي نتكلم عنه عندما نرى ما يسمى الكيس ستدي أو الحالات الحقيقية لهذا التفسير القاصر وهذا الفهم القاصر لهندسة الجيوتقنية انظروا هنا مثلاً هذا السيريا كود يقول لك إذا كان الستركشار رافت مثلاً عمق الحفرة هو مرة ونصف عرض الأساس يقول لك إذا كانت أساسات شلو مثلاً هي واحد ونص واحد ونص عرض الأساس الآن النقطة المهمة جداً إذا كانت الأساسات متقاربة فيما بينها إذا كان المسافة بين مركز الأساس إلى مركز الأساس تتراوح من 3 إلى 4 عرض الأساس فمعناها يجب أن تعامل الأساسات كرافت يعني تأخذ بعد المبنى وليس بعد الأساس انتبهوا لهذه الحيثية المهمة جداً أيها الإخوة انتبهوا لهذه الحيثية المهمة جداً هناك تجد أن الأساسات متراكبة على بعضه يقول لك آه نعم أنا فحصت التربة على ضعف مرة ونصف الأساس أو ضعف عرض الأساس ولم ينتبه إلى هذه المعلومة الهامة كما قلت ينصح الأصحاب المهنة يقول لك أنه أنت عندما تأتي لفحص موقع معين وعمل فحص أنه تحفر حفرة عميقة للوقوف على ما هي التطبقات الجيولوجية للمنطقة ومن ثم تقرر بقية الحفر وعماقة عم يقول لك if piles are a possibility their length often cannot be determined prior to final design وهانا أحب أن أنوه إلى معلومة أن كثير من المصممين يأخذون عنق البايل من تقرير التربة ويقول لك أن تقرير التربة أعطاني عنق البايل عشرة عشرين خمسة عشر متر إلى آخرين ولم يعمل أو يجهد نفسه بتفسير معاملات التربة وتصميم البايلات بنفسه ولذلك نجد أنه تحدث بعض المشاكل من هذا التفسير عندما تحدث مثلا هبوطات أو يحدث انهيار في الأوتاد يقول أن تقرير التربة أوصى بذلك وتقرير التربة يقول لك أنا أعطيتك المعلومات للعلم وأنت المسؤول عن تفسيرها ويوجد بعض الإخوة أيضا أعتقد من دول ثانية مثل أذكره بالاسم ونستفيد وأتعلم منه كثير مثل المهندس الأخرس يعني في أمريكا أعتقد أنه يعني في أمريكا أن المهندس المكتب للتصميم هو من يترجم يترجم هذه المعلومات يترجم هذه المعلومات ويعطي التوصيات الحقيقية لعمق الأساس يعني هذه معاملات التربة مثلا إذا كانت رمل وإذا كانت كلي مثلا تعرفون مثلا relative density, unit weight, liquefaction, friction angle, cohesion إلى آخر فلآن أقول لكم حقيقة واقعة أننا نكتفي في بلادنا هنا في معظم الأحيان بإجراء التجارب قليلة على التربة باستخراج مع التربة ومنها ما يسمى standard penetration test تجارب الـ SBT أو compensation test CBT ونستخرج معاملات التربة دون إجهاد نفسنا وعمل تجارب أخرى مثل الـ Consolidation على الـ Fine Materials, Triaxial Test مثلاً استخراج الأنغرف وانترن الفيكشن نكتفي بالشير بوكس إلى آخرين فيوجد قصور في برنامج الفحوصات وبالتالي المعاملات يكون فيها نوع من الأخطاء المتضمنة ضمن حساب المعامل وعند إدخالها كما يقول أحد مصممي البرامج يقول لك مثلاً هذا البرنامج الشهير MIDAS اسمه يقول لك rubbish in يسوي rubbish out حتى سمعتها من Bentley Blacksys يقول لك rubbish in يسوي rubbish out يعني ما تدخله تأخذه، ما تدخله تأخذه، تعطي بارامترات صحيحة تأخذ نتائج صحيحة، تعطي بارامترات مغلوطة تأخذ نتائج مغلوطة طبعاً كثير من الإخوة يقرأ في تقرير التربة نوه الأخ المهندس الفاضل عبد الحكيم قال لك كيف تقرأ تقرير التربة؟ كيف تأخذ معاً في التربة؟ تجد أن في البرهولوج مثلاً وقليل من المهندسين يذهب للبرهولوج وقليل من المهندسين الذي يعرف قراءة البرهولوج لأنه لم يفتحه في يوم من الأيام يكتفي بأخذ قوة التحمل وطول البايل وقطر البايل يقول لك مثلاً في الوصف very loose, loose, medium dense, dense, very dense, very soft, stiff, hard إلى أخطرين فمن هنا أتت التعريفات عندما يكون الرقم الـ SPT الفيزيائي من صفر إلى أربعة يقول لك very loose من أربعة إلى عشر لوز من عشر إلى ثلاثين medium dense من ثلاثين إلى خمسين dense أكبر من خمسين very dense وزاوية الاحتكاك يعني هذه للإستئناس يعني أنت أيها المهندس أيها المصمم إذا وجدت قيم مبالغ فيها فأرجع إلى التكستبوكس أو الليتيريتشار وأنظر مثلاً زاوية الاحتكاك عندما يكون very loose وهو أعطيك زاوية الاحتكاك مثلاً 35 درجة والكتب تقول لك مثلاً أن زاوية الاحتكاك أقل من 29 درجة فهنا يعني تحدث يعني rubbish in يساوي rubbish out في البرمجة في الحسابات فهذه مهمة جداً أن تعرف هذه الأشياء هذا الجدوى لا يكلف كشيء إطبعه وأنا أعرف أحد المهندسين في أحد البلديات كل ما رأى معلومة من هذه المعلومات القيمة يقصها ويلصقها أمامه حتى تكون دائماً في ذاكرته وأمام عيني عندما يحكم على التقرير وهذا شيء جميل ويفتقر إليه الكثير ميز ملاء هنا أيضاً نفس الجدوى الآخر لكن هنا مع الunconfined compressive strength أنا من الناس الذين أيضاً تغيب عني هذه المعلومة بعض الأحيان أنه ممكن أنا مو فقط من الSBT لأن الSBT قد تخطئ مثلاً أو نتيجة تكون مغلوطة لأن أغلب الذين أو أغلب الذين يقومون بإجراء التجارب هم operators أو عمال تعلموا المهنة ولكنهم غير مؤهلين فنياً ولم يدرسوا هذا العلم في المعاهد حتى يكونوا فنيين حفر يعني لا تجد في دولة أوروبية أو دولة أمريكية أو في كندا أو دول المتقدمة استراليا من زيلندا إلى آخرين أن الذي يحفر هو إنسان عادي عامل بدون ثقافة بدونها لا يجب أن يكون الذي يحفر إنسان فني مؤهل حندسياً لإجراء هذه التجربة لأن دقة التجربة سيعتمد عليها الكثير وسنرى لاحقاً إن شاء الله في التحديات التي تواجهنا في التحديات التي تواجهنا فيوجد هناك تجربة الـ Unconfined Compressive Strength على التراب الكوهيسيب سويل اللي هي الكلي والسيلت يعني أنا أخذ عينات سليمة من الموقع وأحفظها وأحفظ رطوبتها وأجرعيها التجربة وبالتالي أقيس مقاومة هذه العينات والتي ستفيدني في حساب قوة التحمل لاحقاً وهذه التجربة يا إخوان Unconfined Compressive Strength على الكوهيسيب سويل أنا من علمي المتواضع في عدة دول في دول الخليج لا أعرف مختبر يقوم بإجراء هذه التجربة على الـ Unconfined Compressive Strength وإذا كان هناك بعض الحضور من بعض المختبرات يصحح لي إن كنتم مخطئاً فيعني نفتقر إلى مثل هذه التجربة القيمة لإجراء التصميم الصحيح مثلاً هنا السؤال Consistency من الكود البريطاني DS5930 يقول لك مثلاً إذا كانت الترب مثلاً غضارية أو سلطية يقول لك Very Soft Consistency Index وهنا في الجدول هذا كيف تعرف ما هي الترب هذه طبعاً المحاضرة ستكون في حوزتكم إن شاء الله وتساعدكم على الفهم الصحيح لو ذهب مهندس إلى أحد المختبرات فيستطيع أن يقول والله التربة Very Soft والله Soft Firm إلى آخره من الوصف هذا يقرأ الوصف ويمسك العين في بيده وهذا أفضل طريقة ويقول إن هذه التربة ضعيفة ولا غير ضعيفة يعني أنا من علمي المتواضع أذهب إلى الموقع مثلاً عندما أرى الحفار يحفظ أستطيع أن أحكم على العينة وأستطيع أن أعطي قيمة قيمة التحمل دون أن أجري أي تجربة طبعاً بناء على الخبرة الواسعة في هذا المجال وأيضاً من المعاملات التي يعني تطلب في النمذجة Final Element Codes هو ما يسمى Andrain Shear Strength CU فهذا أيضاً ممكن نعرفه ونعرف قيمه يعني هذه القيم أيها الإخوة مهمة حتى لو لم تجري التجربة وعرفت مهيت التجربة فيزيائياً وشاهدتها بعينك ولمستها بيدك وقررت منعها تستطيع أن تعطي قيمة لعملية الحسابات ولا تعتمد ممكن يعني يغرر بك التقريب يعطيك قيمة عالية وتدخلها في الحساب وبالآن تظهر عندك نتائج جيدة وفي الواقع أن النتائج غير ذلك غير ذلك لذلك لابد منك لك أن تعرف هذه القيم من هذه الجداول فالآن نذهب إلى الصخر وما أدراك ما الصخر فالصخور في البلاد العربية مغلبها أو بلاد الخليج أغلبها صخوراً غسوبية حيث نبني عليها فنقول لك والله تجدها في تقرير التربة في بورهول لوكس أو في مقطع الجساد أو يقول لك بنيوم سترونج سترونج إذن بناء على التجربة إخوتي الأفاضل أحب أن ألفت عنايتكم إلى معلومة مهمة ومهمة جداً سبق لي أن أعملت في يعني شركة المقايسة الإماراتية يسمى إيناس هيئة المواصفات الإماراتية ورأيت بأم عيني أن بعض المختبرات ليس لديها مكانات مثلاً كسر العينات في ذاك الوقت والآن أعتقد أن الأمور أصبحت تحت السيطرة لكن طريقة كسر العينة مهمة جداً فأنت عندما ترجع إلى الكود يقول لك طريقة تحضير العينة طريقة كسر العينة سرعة تكسر العينة فأنت عندما تأخذ عينة خرسانية مثلاً أو عينة صخرية تكسرها بسرعة معينة تعطيك مقاومة أكبر إذا كسرتها بسرعة لكن إذا كسرتها حسب ما هو مطلوب حسب الخبرة من الكودات والسرعة المحددة تجد أن المقاومة تكون أضعف وجدت أن بعض المختبرات مثلاً قوة حلقة الكسر في المكانات المتوفرة عندهم لا تستطيع أن تكسر العينات السخرية مثل الكونغلوميريت فماذا يعمل؟ يأخذ هذه العينة ويكسرها في جهاز كسر المكعبات الخرسانية في جهاز كسر المكعبات الخرسانية طبعاً المقاومة التي نحص عليها مقاومة مغلوطة 100% فالآن كلكم تجدونها في ما يسمى البرولوج أو المقطع الجسة ما يسمى الـ RQD Rock Quality Designation فعندما يكون من 0 إلى 25 يكون الصخر ضعيف جداً ومن 25 إلى 50 يكون ضعيف ومن 50 إلى 70 يكون لا بأس به ومن 70 إلى 90 يكون جيد ومن 90 إلى 100 يكون أكسلنت فهذا المعامل كثير من المصممين لا ينتبه لهم يقول لك أعطاني قوة تحمل 400 كيلو باسكال أو 500 كيلو باسكال للرفق فأنا أستطيع أن أصمم والأساس آمن ولا يوجد عندي مشكلة لاحقة لكن انظروا الآن إلى يعني أستبق كليلاً وأعرض أهد المنحنيات لحساب بيرنج الكابسيتي لا أقدر إذا كان هنا سيمر معنا إن شاء الله في وقته وننتطرق إلي فالرق كواليتي ديجنيشن مهم جداً في حساب في حساب مقاومة التربة أو تحمل التربة فالآن نحن من الأشياء التي نعملها في الحق مثل قلنا الاس بيتي والاس بيتي هي ستاندر بنتريشن تيست أنا لا أريد أن أدخل بالتفاصيل كثيراً لكن أريكم الآن أن كل المعاملات تعتمد على هذه التجربة من حساب زاوية الاحتكاك للحساب الريلاتيف دانسيتي للحساب الوزن الحجمي فعندما تكون بيري لوز مثلاً يوجد حدود لها إذا كانت لوز ميديوم دينس دينس بيري دينس إلى آخرين فهذه موجودة في موجودة في كتاب باولز موجودة في أغلب مراجع مهندسة ميكانيك التربة وهذا المنحني القيم تجدونه أيضاً في مختلف مراجع التربة عندما تكون العلاقة بين الاس بيتي وزاوية الاحتكاك مثلاً اس بيتي 30 تعطيني زاوية احتكاك 36 وهذا يسهل على المهندس المدني أو المهندس الإنشائي التصميم ومعرفة قيمة زاوية الاحتكاك وعلى مهندس الجيوتقنية أيضاً عندما يريد أن يعمل فاينت إليمانت كود موديل لأساسات التربة لأساسات التربة الله أكبر هذا من عندي أنا هذا التربة أنا عند أحد الزملاء يعني أرجو من الزملاء نعم أرجو من الإخوة الذين وضعوا هذه الإشارة أن يعفونا منها في هذا الوقت مشكورين من وضعها أرجو أن يمسحها لو تفضلتم لو تكرمتم جزاكم الله خيراً بارك الله فيكم هنا أيها الإخوة تجدون أن أيضاً قوة التحمل تعتمل على هذا الرقم المشهور الذي يسمى الـ SBT N هذا N مهم جداً فإذا كان هذا المعامل تم قياسه بطريقة مغلوطة على الأرض فستعطيني مقاومة مغلوطة وسترون ذلك بأم أعينكم على بعض المشاريع التي سنعرضها في التحديات إن شاء الله فتجدون أن زيت الاحتكاك لها علاقة في هذا المعامل والموديلس أوف إلاستيسيتي له علاقة في هذا المعامل وقوة التحمل لها علاقة في هذا المعامل حسب العلاقات المعروفة تيرزاكي وفيزيكس وكل هذه ومير هوف وطوم لينسون وكل هذه العلاقات تعتمد على هذا البارامتر في الحسابات وسأعرض هذا في هذه العلاقات يعني عارضاً سريعاً ولن ندخل بالتفاصيل لأنكم كلكم ما شاء الله تعرفونها فانظروا مثلاً هذا المنحني القيم الذي يحسب معاملات التربة بناء على زاوية الاحتكاك وقلنا زاوية الاحتكاك استخرجناها من الـ SBT فإذا كانت قيمة الـ SBT مغلوطة فستكون هذه المعاملات كلها مغلوطة وبالتالي قوة التحمل أيضاً مغلوطة قوة التحمل الآن مغلوطة والتجارب المهمة التي نستخدمها comb penetration test CBT والـ CBT نقيس فيها معاملين tip resistance و skin friction tip resistance و skin friction ومن هذين المعاملين نستطيع النقيس أو نحسب قوة تحمل التربة قوة تحمل التربة أو الاحتكاك الجانبي حتى للأوتار حضرت محاضرة جمعية المهندسين المصريين عن بعد من فترة أسبوع أعتقد أن أحد الأصادر الإخوة الأساتذة في أحد الجامعات المصرية تطرق إلى كيفية حساب قوة تحمل الوتد من تجربة CBT إذن أكثر المحاضرين وأكثر الأخصائيين في هذا المجال يتطرقون إلى الأشياء الفيزيائية أو المعاملات الفيزيائية دون الخوض في المعاملات أو في التأثير الكيميائي التركيب الكيميائي للتربة والذي سنرى بالحالات المدروسة نموذجاً لهذا الشيء فأنا أرى أن بعض الأخوة ينسحبون من المحاضرة فأنصح الجميع أن يتابع الأخير لأن الموضوع والله مهم جداً وستستفيدون منه إن شاء الله في حياتكم العملية كثيراً في الحكم على صلاحية التقارير وجودتها والاعتماد عليها بشكل صحيح فهذا بتجربة السي بي تي هذه هي عبارة عن كون أو مخروط معدني يتم إدخاله في الأرض نتيجة الضغط فيقيس احتكاك الجانب يقيس تيبرزيستانس فهذا إن وضعته في التربة يعطيك مقاومة وإن وضعته في الكلاي يعطيك مقاومة وإن وضعته في الأورغانيك يعطيك وإن يعطيك في الوسط ماتريل يعطيك مقاومة وإن وضعته في الجبن يعطيك مقاومة وإن وضعته في أي مادة يعطيك مقاومة إذن إذا لم تكن مهندساً تعتمد على الججمت أيضاً فلا تستطيع أن تحكم على معاملات التربة مجرد أنك قلت الله تجربة تم إجارة التجربة وعطت بالتجربة كذا طبعاً موضي لصف سب جريد رياكشن دون الدخول أيضاً بهذا باختصاصاتي كثيراً إذن هو يعتمد أيضاً على الـ SBT أيضاً منها مثلاً عندك هنا Q على دلتا قوة التحمل على الهبوطات فقوة التحمل اعتمدت بحسابها على الـ SBT وبالتالي إذا كانت هنا الحسابات غلط فتكون المعامل هذا غلط والذي يتم استخدامه كثيراً في el-finite-in-made codes ويكون المعامل غلط وتكون الحسابات والتوقعات غلط أيضاً طبعاً هناك توجد تجربة التحميل يقاس منها هذا المعامل وتجربة التحميل يعني هذه ليست دقيقة جداً وحتى ترزاكي الذي وضع طريقة حساب المدرسة في سبجريد رياكشن منها يعني استبعدوه لاحقاً مثلاً في كتاب بول أعتقد أنه قال لك هذا إذا كان مثلاً الأساس أكثر من 3 بين فلا تصلح هذه الطريقة يعني أنا قطر البلت لو التست مثلاً هو 45 سنتي أو 60 سنتي يعني الأساس بالكثير 1.8 أو 1.5 متر فإذا أكثر من 1.5 متر هذا المعامل يكون فيه طريقة حسابه غلط من تجربة التحميل هذه لكن أنا ما أحب أن أنوه إليه إلى الإخوة المهندسين أن يستئنسوا بهذا الجدول الذي استخرجته من كتاب بوين والذي يعطي حدود لهذا المعامل إضافة إلى المعلومة الموجودة في تقرير التربة فيرجع إلى هذا الجدول ويقص هذا الجدول ويضعه أمامه حتى يعرف أنه المعامل الموجود في تقرير التربة ضمن الحدود المسموحة أو أكثر وإذا أكثر يسأل لماذا هذا ممكن يكون فيه غلط في الحساب في تقرير التربة طبعاً V6 كنا استبعد طريقة حساب المعامل هذا من تجربة التحميل وقال لك حسبه عن طريق الموديلس أوف إلاستيسيتي وبواصل الرشو للتربة وبالنسبة لعرض الأستاذ تحسبوا بهذه العلاقة تحسبوا بهذه العلاقة إذن انظروا حتى أن الموديلس أوف إلاستيسيتي للسويل أو للتربة يقاس عن طريق الـSBT يقاس عن طريق الـSBT فإذا كانت الـSBT غير صحيحة فكل المعاملات اللاحقة ستكون غير صحيحة فكل المعاملات اللاحقة ستكون غير صحيحة إذن هنا مربط الفرس أيها الإخوة كل هذه المقدمات حتى نصل إلى التحديات أو الجيو هازاردس فابقوا معنا رعاكم الله حتى ترون ماذا يحدث للمنشآت طبعا إحنا الوقت ما شاء الله انقضى سريعا ومر سريعا ولا أعرف إذن كانت الإخوة مستمتعين بما نعرضه أو أنهم ملوا من ما نعرضهم فأحب أن أسمع كلمة من المهندس عبد الحكيم قبل أن أكمل إلى التحديات بارك الله فيك دكتور التحديات كلها نعم استناءها وفي أسئلة كثير حقيقة وصلتنا وبتخص عنوان المحاضرة القيم إن شاء الله إن شاء الله استمر الله بارك فيك بارك الله فيك جزاك الله خيرا رأيكم يهمنا سيدي يعطيكم العافية الله يحفظك انظروا أيها الإخوة أنا كإنسان كمواطن كمستثمر إلى آخره بنيت ما يسمى مسكن العمر وبنيت بعض المساكن التجارية أتكلم عن نفسي دون أن أقول هذه البناية أو هذه المساكن الجميلة ترجع إلى فلان أو إلى زيد أو إلى غيره هذه لنقول أنها مساكن أي أحد منها فانظروا أيها الإخوة ستة بلال في مجمع سكني بلغت الهبوطات مبلغا لا يتصوره عقل بلغت أكثر من متر ونصف المتر وكانت البلاطات في الداخل ما يسمى سلاب أنغريدز ما يسمى سلاب أنغريدز فهذه الأبنية محمولة على أوتاد أوتاد قصيرة خمسة أمتار وستة أمتار وأعتقد أن الأبنية بدأت نفسها تتشقق لأن الأوتاد أيضا متمركزة على صخور غير مستقرة مع الزمن انظروا إلى هذه الصور التي تتحدث عن نفسها بنفسها دون الدخول بالتفاصيل حتى نصل إلى الأسباب المؤدية إلى ذلك والتي غفل عنها المهندس الإنشائي المصمم وحدثت الكارثة والطامة الكبرى حتى أن قاطني بعض هذه المساكن قال أنه كان يتناول طعام الإفطار في أحد الشهور الفضيلة وهبطت به الأرض وبعائلته مترين كاملين بطاولة الأكل بالمطبخ كاملا انظروا هذا المطبخ هذا من الداخل وانظروا هذه المناهيل وأنابيب التصريف وأنابيب التغذية بالمياه الحلوة كيف حدث المشاكل انظروا هذه الدرجات يرعاكم الله لم تكن في البناء الأصلي لكن تم بناؤها بعد أن حبطت الأرض أنتم كلكم مهندسون ما شاء الله إنشائيون متخصصون فإذا ارتفاع الدرجة مثلا لنأكل من 15 إلى 20 سنتي احسبوها جيدا 15 زائد 15 زائد 15 زائد 15 إذن 60 سنتيمتر بالإضافة إلى هذه الأربعين سنتيمتر فهذا متر فالمسكين عمل هذه الدرجات لكي يصل إلى السكن لكي يصل إلى السكن انظروا هنا المنههين استسلم المسكين بعد أن استخدم كل الطرق لإصلاح الشبكات الصرف الصحي والتغذية فتركها تسكب في الأرض وحدثت تلوثات بيئية وانتشرت الحشرات وغيرها انظروا هذه الهبوطات المخيفة وكأن زلزالا ضرب المنطقة وكأن زلزالا ضرب المنطقة وكل هذا سببه عدم قراءة تقرير التربة بشكل سليم وعدم طلب التجارب أو عمل التجارب الضرورية لمعرفة هذه الأسباب وكما تفضل الأخ الفاضل المهندس القدير المهندس عبد الحكيم وقال كيف تقرأ تقرير التربة؟ إذن هنا أيها الإخوة أعرف جيداً أن الصورة لها تأثير أكثر بكثير مما كتب في المعادلات مما كتب في المعادلات فالصورة تتحدث عن نفسها انظروا هذا المهندس يقيس هذا الهبوط على المتر متر ونص تقريباً إذن هذا ليس هو العمق التأسيس بل هذا كان الفينش فلوري جراوند هذا هو كان فهذا كله هبوط انظروا هذه الأنابيب كانت كلها غير موجودة فلما هبطت الأرض مع المناهيل كيف هبطت واستبدلها مرة واثنين وثلاثة هنا استسلم لقدره ووضع غطاء معدنياً على الحفر لأنه لم يعد بإمكانه إصلاحها كلما ردمها تفتح وهنا وضع درجات لموصول إلى المنزل وهنا المسكين انظروا هذه الهبوطات في الجدران والقص الذي حدث والزلزال وإذا رأيتم هذه الصور تقول أن زلزالاً لابد وصل درجة سبعة على مقياس رختر ضرب المنطقة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه لكنه بكل بساطة هبوطاً حدث نتيجة القراءة المغلوطة لتقرير التربة انظروا هنا اجتهد المسكين وأراد أن يربط عناصر الجدار السور ببعضها البعض بصفائح مدنية حتى يثبتها إلى أجل ما انظروا هنا يعني لا تقاس بالسنتيمتر ولا تقاس بالمليمتر ولا تقاس بالأمتار انظروا هذا الهبوط العظيم الذي حدث لهذه الأرض ومن الأشياء التي حدثت إذن خرجنا من المنزل نذهب إلى مشروع آخر من الإهمالات والتحديات التي ظهرت أن هذا المشروع أصبح بحراً متلاطم الأمواج ومستوى الماء به هو نفس مستوى البحر المجاور لماذا؟ لأن المهندسين المصممين والاستشاريين عندما صمموا هذا المشروع وعملوا وعملوا لنقل الجدار الاستنادي ممكن أنا أخرج من هذا وأوريكم بعض الصور إذا كانوا مفتوح الملف إن شاء الله يكون مفتوح معلش يسمح لي مهندس عبد الحاكيم لأن الصور مهمة جداً يمكن هذا البنت لا أدري إذا كانت الصورة لا ليست هذه هذه الصورة واضحة مهندس عبد الحاكيم واضحة دكتور واضحة انظر إلى هذه الصورة هذا البحر أصبح في الموقع هذا البحر أصبح في الموقع أقول لكم أقول لكم أنه للأسف سرب هذه المشكلة هو المهندسون هو نحن المهندسون المدنيون إذن هذه هي المشكلة التي حدثت نرجع إلى هذه دكتور بس سؤال ما عنيش ولو تطعتك إذا رجعت للصورة نعم يعني أنا لاحظت أن في عندك ريتينينج هول نعم صح هذا يوجد كيف الماء جاوزت ريتينينج هول ونزلت بهالمناسب هذه المياه يا سيدي هذه المياه لم تأتي من الأعلى لكنها أتت من الأسفل نعم أتت من سبب فشل نظام النضح المياه لأن ما حدث لهذا المشروع العملاق وهو أعتقد يعني في حي أو منطقة استراتيجية كما ترون الأبراج من حوله حدث بسبب أن لسبب ما تم تأخير بناء المشروع والتوقف عن إكمال الأعمال الإنشائية بعد ما تم عمل الجدران الاستنادية والمساند الداعمة وأيضا تم قص رؤوس الأوتاد تريمد دابايلز إلى آخرين فقالوا أننا في الوقت الحاضر لن نستطيع أن نكمل بسبب عجز في الميزانية أو خطة تغيرت أو إلى ما شابه ذلك فأبقوا على جهاز أو على عملية نضح المياه مستمرة وهذه الصخور أيها الإخوة صخورا رسوبية وهذه الصخور تحوي ضمن مكوناتها عناصر كيميائية غير مستقرة لوجود المياه وأنا عندما أعمل عملية نضح مياه مستمرة فمعناها أنا أساوي ما يسمى well development يعني أنا أزيد من حجم الفراغات وأزيد من حجم غسل هذه المواد وبالتالي أفتح قنوات مستمرة مع المصادر المياه المجاورة وهي البحر أو للغراند ووتا وبالتالي أسمح لدخول البحر بأكمله في الموقع الذي أنا فيه ولو أتيت بمضخات العالم أجمع لن أستطيع أن أجفف المياه لأنني عملت من الأرض كهوفا وأقنية متصلة إلى المصدر الرئيسي للمياه وهذا ما حدث للموقع ولو كان المهندس قراره سليم وفهمه سليم للمشكلة لأوعز لأوعز بردم الموقع وإيقاف عملية نضح المياه تدريجيا ريسما يستأنف المشروع في المستقبل أما الآن لا بإمكانه وقف المياه ولا بإمكانه الاستمرار في المشروع فانغمر المشروع ومثله كثير من المشاريع تحدث ولا توجد دراسة هيدرولوجية ولا هيدرولوجية دقيقة لتصميم عملية نضح المياه ويعتمد المصممون أو المقاومون المتخصصون بشكل كبير على الخبرة يعتمدون على الخبرة فلنستأنف في موضوع المحاضرة لا ندري أنا كيف الله أكبر أيوة نعود إلى محاضرتنا إن شاء الله إلى هنا أيوة إذن هذا الموقع رأيتم الصور وتحدثنا عنه قليلا من التحديات انظروا أيها الإخوة الآن نأتي إلى التجارب الفيزيائية وهنا هنا مربط الفرس أرى نفسي أنني استرسلت واستمتعت في هذه المحاضرة لا أدري إن كنتم أنتم أيضا مستمتعون بطريقة العرض أنا لم أت يعني ملكة العرض مثل بعض المخرجين أو بعض المحاضرين لكن يعني إن شاء الله يعني بمعلوماتي المتواضعة أستطيع أن أعرض أو أصل الفكرة فما رأيكم يا مهندس عبد الحكيم هذه الفكرة الله أعطيك العاف واتعد التور والشباب كلهم اللهم أعطيون العاف يعني أقول لك استمر فضي بس الأخ الذي بدأ يضع لنا الخرائط والخطوط الخبراء لو سمح يعني يحذفها من الشاشة مشكورة بدون قصد ودوز ما انتبه يلا فانظروا أيها الأخوة هنا أن العمل هذه المساكن أو الفلل التي عرضناها قمنا بإجراء دراسة لمعرفة السبب الذي أدى إلى ذلك فالمنطقة التي وجدنا فيها الخلل أن وجدنا إذا اعتمدنا بشكل أساسي على تجربة الـ سبيتي أو ستاندرد بنتريشن تيست كما سميناها ونوهنا إليها والتي نعتمد عليها بحساب معاملات التربة عطتنا قيمة ثلاثين وهذا ما حدث للمصمم الأول وفي تقرير التربة الأول أنه اعتمد على هذه القيمة قيمتها ثلاثين إلى 200 كيلو بسكال ممتاز لحمل جدران السور ولحمل الباحات لحمل مباني الخدمات ولا داعي هناك لعمل الأوتاد ولا داعي هناك لعمل الأوتاد أو الأساسات العميقة أو الخوازيق يعني وصلت الفكرة فأخذنا فانظروا إلى هذه القيمة أخذنا إذن الـ SBT على الضربات SBT وطداء كثافة التربة إذن كما شاهدتم بالجدار قلنا relative density dense very dense medium dense lose very lose هذه الكثافة يعني نتكلم عن كثافة فهنا هذا medium dense معناها جيد ممتاز 30 SBT أوكي يعني يحسب القوة التحمل يعطيك 200 كيلو بسكال حسب العلاقات الرياضية أنا كمهندس مثلا طلعت من الـ SBT بدون ما قرأت الوصف بدون ما شفت العينات بدون ما عارش طبيعة التربة والله كتب لسان دوكي ممتاز إلى آخر حسب طلعت 200 كيلو تمام 200 كيلو بسكال إذن أنا أستطيع أن أضع أساسات كمهندس إنشاء كمهندس مدني لا بأس لا دعي للخوف الأمور طيبة وهذا ما حدث مع المهندس المصمم فأصمم وحدثت الكارثة فانظروا إلى هذه الأملاح الموجودة إذن أنا قلتكم رابش إن يسعي رابش أوت فالإسبيتية عاتتني قيمة عالية فمن الطبيعة أنا أحسل قوة التحمل جيدة لكن لم أنتبه إلى الطبيعة الكيميائية والتي يعني لا أقول أنني أتحدى لكن أقول يتوني بمرجع أو برنامج يستخدم يتعرض بهذه المعاملات ويقول لك إذا كانت جبس أو إذا كانت أملاح منحلة تحسب قوة التحمل كذا كذا ويمكن نمزجتها بالطريقة الفلانية فأنا يعني حديثا قدر الله لي وحضرت يعني مقدمي برنامج ميداس وبرنامج بلاكسيس الشهيرين ولم أرى ولا محاضرا أتطرق إلى هذه الأشياء فانظروا عندما أجريت التجربة هذه العينة قبل التجربة وهذه العينة بعد التجربة كيف ذابت كيف ذابت انظروا النسب الأملاح الموجودة مثلا في العينة الأولى كانت نسبة الجيبسم 85% وكانت المواد المتحللة الأملاح القابلة للتحلل 53.19% يعني أكثر من نصف العينة أملاح أكثر من نصف العينة غير مستقرة فهذا هو السبب الذي أدى إلى هذه الكارثة والكربونات والجيبسم هما من عائلة واحدة إذا زادت نسبة الكربونات قلت نسبة الجيبسم والعكس بالعكس والعينة التانية أيضا كانت نسبة الأملاح المنحلة 52.86% 53% 53% فطبعا هذه الجداول التجارب انظروا مثلا مثلنا هنا للتجارب مثلا نسبة الكربونات طلعت في عينة 39 في عينة تانية 43 حسب الأعماق هنا على 1.5 متر هنا على 3 متر هنا مثلا عينات أخرى طلعت 44 هنا 50% تقريبا هنا 24.5% فهذه والله لم ينتبه إليها لا المهندس المصمم ولا تقرير التربة ولا أحد تعرض لها لا من قريب ولا من بعيد فحدث ما حدث للمشجوع انظروا إلى تجربة الـ SBT أو الـ CBT أيضا الـ CBT مثلا عطتني الـ CBT مثلا الـ CBT عطتني 2.4 ميجا باسكال 4.2 ميجا باسكال وعطتني أيضا الـ الـ أعلى فريكشن يعني أصغر من 30 تقريبا فعندما أرى هذه الأشياء 2 ميجا باسكال شي جميل 2 ميجا باسكال يا أخي أنا 2 ميجا باسكال يعني 2000 كيلو باسكال 2500 كيلو باسكال أنا لا أريد 2500 إذن التجارب تعطيني نتائج مضللة لا أقول مغلوطة مضللة تكون مضللة عندما أكون على وعي تام بما أحصى علي ولكن عندما أكون لا أعرف شيء بها تستجيل تقنية فهي نتائج مغلوطة فهي نتائج مغلوطة طبعا أجرينا ثلاث تجارب وكل التجارب تعطينا 2.5 ميجا باسكال تقريبا الـ كيلو باسكال تابع الـ CBT والـ CBT تعطينا مقاومات جيدة وهذه أشياء مغلوطة أيضا فالـ CBT وتفسيراتها يعني رحنا في معامل جدا في الـ CBT اللي هو ما يسمى friction ratio اللي هو نسبة الاحتكاك الجانب على مقاومة tip resistance وهذا المنحني الشهير من بيجيمان 1965 بين الكون resistance وبين skin friction وكلما زاد هذا المعامل نتجه بالتجاه الترب الناعمة وهذا المخطط الشهير أيضا الذي يصنف مثلا بين friction ratio قد تلكم هذه اللي اسم المهمة وبين الكون resistance وهنا رمل مثلا هنا كلي هنا ترب حساسة إلى آخرين يعني هذه التجربة لنفسها هي يعني تطلب محاضرة لا تقلعا ساعتين لفهمها لكن لابد للمهندس المعرفة هذه الأشياء وأن يضعها أمامه لكي يعرف أنه الـ CBT والله مضلل ما يمضلل جيد ما يجيد إلى آخرين وهذه التجارب التي قمنا بإجرائها مثلا قمنا بإجراء التجارب الجيفيزيائية الماسوى والإلكتر تجربة الماسوى انظروا هنا هذا الأبيض هذا يعطي أن التربة ضعيفة جدا وربط وعمل بين الحفرة بين الجسة بين البورهول وبين الجيفيزيكال وكان هناك توافق تام على نوعية التربة طبعا لم نكن على علم مسبق بالوضع الكيميائي للتربة فالوضع الفيزيائي لا يعطينا التصور الكامل عن هذه النتيجة إذا إذا أردت أن تكون مهندسا جيوتقنيا ناجحا لابد لك من أن تفهم كل شيء وتفهم ما يريد المهندس الإنشائي وتعطيه ما يريد هناك فجوة بين الجيولوجي والمهندس الإنشائي لأن الجيولوجي بطبيعته لا يعرف ما يريده المهندس الإنشائي فتكون هناك دائما عدم تفاهمات على المعاملات التربة ولا بد لمهندس الجيوتقنية من أن يكون هو من يكتب التقرير وهو من يعد التقرير وهو من يكون على تواصل مباشر مع المهندس الإنشائي لتزميده بالمعاملات الصحيحة طبعا ننتقل إن شاء الله إلى الجزء هو على الأوتاد فأنا ما معرف طولت كثير لكن ما عليش تسمحوا لي سأدخل بالأساسات العميقة قليلا لأن المشكلة ليست في الأساسات السطحية فقط وكثير من الناس يظن أنه عندما يبني على أوتاد فأن الأمور بالنسبة له محلولة وأن المبنى في مأمن وقد شاهدت بأم عيني كثير من المباني المحمولة على الأوتاد قد هبطت هبوطا تفاضليا كبرج بيزا أو حدثت تشققات بسبب الهبوطات التفاضلية في الأساسات لأنكم تعلمون علم اليقين أن طبيعة الأساسات ليست رجد بحيث أنه إذا هبط جزء يتماسك ويتعادل مع جزء الآخر وإلا تطلب ذلك عمل مقاطع كبيرة لما يسمى تاي بينز وللأساسات وللراف وإلى آخرين طبعا حسب العلاقات الرياضية المعروفة لحساب أو العلاقات الهندسية المعروفة لحساب قوة تحمل البايلات هو يقول لك القوة الألتيمت الكلية قدرة التحمل البايل هي عبارة عن قوة التحمل زائد قوة التحمل سواء للرمل أو للصخر وهذه طريقة الحسابات طبعا سأزودكم بهذه المحاضرة إن شاء الله وتكون بحوزتكم إن شاء الله للإفادة أكثر وطريقة الحسابات السريعة لن أدخل بالطريقة كثيرة لأنني أطلت عليكم كثيرا لكن سأذهب إلى التحديات والتي تهم كثيرا من المهندسين طبعا هنا أيها الإخوة هذا الجدول مأخوذ من برج مهم جدا تم عمل فحص تربة دقيق جدا له ووصل عمق الحفر إلى مية وستين متر كما تشاهدون أفريج أفريج باطم متر بلو جراون لفل مية وستين متر وهذه طريقة الحساب للمعاملات ما سنتجدون في منكم يقول يا أخي أنا عندي صخر كيف زاوية الاحتكاك أصغر من زاوية احتكاك للرمل انظروا هنا هذه معلومة مهمة جدا انظروا هنا أن الرمل مثلا عندما كان دنس تو بري دنس كان أفضل من الصخر زاوية الاحتكاك فأنا عندما أعمل نمذجة فلا استطيع أن أخذ صخر خذ زاوية احتكاك أربعين خذ زاوية احتكاك خمسين فهذه المعاملات تم قياسها بدقة باستهدام وغيرها وتم حسابه انظروا أن زاوية الاحتكاك في الرمل أكبر من زاوية الاحتكاك في الصخر الرسوبي الصخر الرسوبي مثلا هنا جبس مدستون هنا سلتستون مدستون وكونغليمريت هنا كونغليمريت وسلتستون هنا كالكرناير هذه الصخور المتعارف عليها كثيرا في الدولة التي نعمل أو قدم المحاضرة منها دولة الإمارات العربية المتحدة انظروا إلى الوزن الحجمي أيضا الوزن الحجمي الكل والوزن الحجمي الساتوريت أيضا ممكن يكون قريب من الوزن الحجمي للصخر فهذه أيضا هذه المعاملات التي نأخذها الحقيقة في البرمجة جمع سي فاي إي فهذه حتى عملية قياس موديلس أوفلاستيسي هذا على عينات الصخرية ما يحدث أيها الإخوة أن كثير من المختبرات تقيسها بطرق بدائية مغلوطة يعني يعملون التجربة ويقيسون الهبوطات مقابل الحمولات ويرسمون الهبوطات مقابل الحمولات ب بأكسل ويحسب المدلس الفلاستيسي وهذه طريقة غلط يجب أن يكون استخدم ومنها يحسب المدلس الفلاستيسي والبواصل الراشيو التي تدخل في حساب في الحسابات المصممون الشهيرون طبعا كانوا يعني من دولة متقدمة جدا وهي دولة فرنسا مثلا عندما أرادوا أن يصمموا فهذه مع العمق فلم يأتي إلى كما يأتي بعض المهندسين المصممين يقول لك يا أخي خذ أنا طلعت معي 16.5 ميجاباسكال لماذا يا أخي أنت تأخذ 1 ميجاباسكال ولا 1 ميجاباسكال وتصمم عليها انظروا هنا فكانت القيمة العزمة التي تم التصميم عليها لا تتجاوز حتى 80 متر وصلنا لا تتجاوز الواحد ميجاباسكال لا تتجاوز الواحد ميجاباسكال وهذه كلها قيم اعتبرناها قيم شاذة قيم شاذة ولا تمثل الواقع بشيء يعني أو بدقة فإذن المصمم يجب أن ينتبه إلى هذه الأشياء وهذه بالنسبة المدلس وفلاستيسيتي أيضا تم قياسه في المختبر وانظروا إلى هذا الكيرف اللي كنت أبحث عنه منذ قليل الحساب البيرين كاباسيتي والذي له علاقة بالRQD روك روك كواليتي ديزيجنيشن فانظروا هذا مثلا من بيك سنة 1974 يقول لك قوة التحمل المسموحة تساوي كذا وكذا كفونكشن بالRQD فإذن قيمة الRQD مهمة جدا في حساب قوة التحمل وهذا يغفل عنها كثير من المصممين في الحسابات الآن التشالنجينج بالموضوع التشالنجينج بالموضوع أنا قلت لكم أن المصممون يكون زائد سكيني فركشن سكيني فركشن يحدث عندي مثلا قوة أو أحصل على قوة التحمل وأقسمها على الأمال وأحصل على قوة التحمل المسموحة للوتد أو للأساس العميق وهذا أنا يعني أعينته بالتجربة وقسته بالتجربة وقدر الله لي أن حضرت محاضرة قدمها مكتب استرالي أشرف على تصميم برج نخلة أو برج دبي الحالي هذا هو أعلى من برج خليفة هو لواحد فاصل ثلاثة كيلو متر تقريباً وذكر هذه الحقائق فترسخت عندي وأصبحت يقيناً فقال من 10% إلى 20% من الحركة فمعناها أنت لا تصل إلى الـ يكون الوتد عندك قد انهار يكون الوتد عندك قد انهار وهذه حقائق مذكورة في كتاب توم لينسون وأنا ذكرت اسم المرجع وتستطيعون أن ترجعونها إليها وكل المراجع الهدسة تجمع على هذه الحقيقة انظروا هنا الحمولة مع الهبوطات الحمولة مع الهبوطات يعني أنت عندما تكون في مرحلة الـ وتساوي موبوليزيشن للـ كاملة وتنزع الحمولات أو تساوي يكون عندك هناك بعض الهبوطات المتبقية ويرجع المنحنة بشكل موازي إلى المنحنة الأساسي ويكون هناك فيه هبوطات متبقية لكن إذا أكملت الحمولة تصل إلى مرحلة التلدن يعني أنت هنا في مرحلة لنقل شبه إلى شبه يعني مارينة إلاستيك وهنا تصبح بلاستيك مية بالمية لا تصل مرحلة تلدن ولا تستطيع أن تعود إلى نقطة البداية انظروا هنا مثلا هذا من المرجع نفسه من تم لنسون كيفية نقل الحمولة إذن أنت عندما تعمل موبولايزيشن مئة في المئة للسكن فركشن هنا يكون عندك الطامة والانهيار يكون عندك الطامة والانهيار هذا من الليتيرتشر هذا من الليتيرتشر فننظر من التجربة هذا المكتب الشهير الذي قلت لكم أنه أنا أحب أن أذكر الأشياء لأصحابها والفضل لهم مثلا هذا المكتب اسمه جولدر تستطيعون تبحثون عنه في الانترنت وتجدوا من هو مكتب جولدر والمحاضر لم يدون اسمه لكن إذا أردتم أستطيع أن أزودكم في هذه المحاضرة القيمة انظروا مثلا هذا هنا المنحني البني هذا عندما سأل مباليزيشن لسكن فريكشن أصل لمرحلة إلى هنا ويصبح لدي لدونة كاملة يعني معناها انهيار كامل في الوتد لأنه تحدث هبوطات دون أن يحدث زيادة في الحمولة يعني يذهب الوتد تحت وزنه الذاتي وهذا ما يحدث في الواقع أما إذا كنت مثلا أريد أن أساعد مباليزيشن للإنت بيرينج وهذه هو الإنت بيرينج وأحتاج إلى 10% من قطر الوتد حتى أعمل مباليزيشن للإنت بيرينج فتكون المنحن يكون إلاستو بلاستيك إلاستو بلاستيك شوفوا أنا لأصل لعمل يعني تحريض أو إدخال قوة تحمل الوتد تيب رزيستانس أو الإنت بيرينج أبدأ من البداية معنا لازم أساوي هبوطات 10% معنا أنا نهار عندي البايل قبل أن أبدأ أن أستخدمه نهار عندي البايل قبل أن أبدأ أن أستخدمه نقطة مهمة ومهمة ومهمة جدا اقتبستها من هذه المحاضرة القيمة من مكتب جولدر الذي يسممه أساسات أو أوتاد برج نخلة أعتقد اسمه أو برج برج الخور على ما أعتقد ممكن أحد الأخوة الأفاضل يصحح لي اسمه برج الخور برج الخور بأعتقد دكتور نعم برج الخور نعم برج الخور فأنظروا الآن المقاون المتخصصون يستخدمون بالحفر ما يسمى البنتو نايت أو القرغوم أو البوليمرز أو إلى آخرهم فعندما يكون هناك عدم تنظيف لجدران البايل من هذه المواد وأحيانا يحفر البايل بتملتان يوم أو ثلاث يوم بعدين يجي صب فتشكل ما يسمى كيك الكعكة حول الجدران البايل فهذه تقلل من مقاومة البايل انظروا هذه الدراسة التجربية التي اقتبستها من هذا المكتب الشهير يقول لك عندما يكون عندك ترسب من هذه المواد 2 مليمتر ممكن تحصل على مقاومة مثلا الشافت ريزيستنس 1200 كيلو باسكال والهبوطات مثلا بحدود الخمسة مليمتر يعني عندما تزيد مثلا من 2 مليمتر إلى 10 مليمتر انظروا المقاومة الهبوط الحاد من 1200 أيها المهندسون الاختصاصيون أيها الاستشاريون أيها المهندسون المدققون انظروا لهذه الحقائق الدامغة التي تضع العقل في الكف من 2 مليمتر إلى 10 مليمتر تجدون ان المقاومة تنخفض من 1200 إلى 200 وان الهبوطات تزداد وتتجاوز حتى الـ 15 مليمتر وهنا تكون لماذا هبط البيل ماذا حدث ماذا جرى له إلى آخرين هنا الشافت ريزيستنس أيضا البور فلويد مانجمينت مثلا دونيت بنتونايت تيكليس شوفوا أيضا كيف تهبط المقاومة من قيم كبيرة جدا إلى قيم ضعيفة جدا وهذه حقائق لا ينتبه لها كثير من المهندسين ولا يعرفون ماذا تعني الكيك هذه تبع البنتونايت الموجودة على جزان البايل ولا يعرفون ماذا يعني مثلا تنظيف البايل بعد حفر مباشرة وضخ بنتونايت تفريش وصب البايل ضمن فترة لا تتجاوز يمكن بأسوأ الاحتمالات 20 ساعة 20 ساعة وأنا أشرفت على طبعا المهندسة الحكيم قدمنا على أننا نشتغلنا في كبرى الشركات حدث لنا الشرف العظيم أننا عملنا على توسيط طبعا على برج المملكة على توسيط مطار المملكة في جدة أيضا الملك عبدالعزيز وكان هناك نقاش حاد على البنتونايت وأعملت بحث كنت أنا أعمل في مجموعة من لادن في شركة هوتا فاونديشن كتكنيكال ديركتور وكانت أتكنز هي المصمم لهذا المشروع فاختلفنا كثيرا على الكيك هاي بنتونايت كيك وعندما عملت الدراسة وذهبنا لنناقش الموضوع فتفاجأ مهندسو أتكنز أنني أنا مشرف على هذه الدراسة فقالوا وأعتزوا بهذه الشهادة قالوا ما يقوله الدكتور محمد نحن نبصم عليه دون نقاش لأنه هو أستاذنا الذي أشرف على كثير من مشروعاتنا المهمة سواء في الإمارات أو في السعودية أو في دول تانية فإذن هذه الكيك هذه كثير من المهندسين لا ينتون لها إلا المكاتب الاستشارية الكبيرة على الطلاع على هذه الأشياء طبعا هذا المكتب جولدر أيضا زودنا بهذه مثلا التجارب من السونيك تجربة السونيك على البايلات وشوفوا الانقطاع هنا سبب مثلا كول جوينت أو ما شابه ذلك وهو الأخوة أريد أن ألفت إعنايتكم وانتباهكم إلى نقطة مهمة ليس كل ما يقدم في التقارير الفحوصات المختبرات صحيحا لأنه هذه البايلات إذا لم تكن مركبة بشكل صحيح ونظفت مباشرة بعد صب الوتد وتأكدتم منها أنها فارغة من أي اسمن وممدوءة بالماء فالذي يحدث عندما يأتي المختبر يجد أغلب هذه الأنابيب قد قد صطمت قد أغلقت من الخرسانة تسربت الخرسانة بطريقة ما وأغلقت ويأتي إلى مثلا أحد البايلات الماستر قد سميها ماستر عن صح التعبير والتي تعمل فيها البايلات ويجري كل التجارب على هذا الوتد على أنها من الأوتاد المختلفة ويقدمها في التقرير ويأتي التقرير على المصطرة ويأتي التقرير على المصطرة هذه الأشياء رأيتها بأم عيني أشرفت على المئات والألاف من هذه التجارب وقمت بمعاينتها سواء كاستشاري وسواء كمقاون وأعرف هذه الحقائق ولا يعرفها إلا القليل من المهندسين فالآن عندما يحدث هبوط للجسر أو يحدث مثلا هبوط للمبنى أو يحدث التشققات فهذه هي الأسباب هذه هي الأسباب وأنصح الاستشاريين أن يكونوا على الطلاع على هذه الحقائق وأن لا يسمحوا بصب أي وتد دون أن يكونوا متواجدين عليه من الدقيقة صفر حتى نهاية الصب لأنه حدث أو يحدث بعض الأحيان أن يحدث انهيارات بعد تنزيل القفص الحديدي الاستيل وعندما يأتوا ليصبوا البايل فلا يذهب التريمي بايل إلى أسفل البايل ويصبونه ويقول لك كله تحت الأرض مدفون ولن يكتشفوا أحد وأنا عندي مثلا بالقاعدة هنا عشرة بايلات إذا حدث هبوط في هذا البايل لن يؤثر على البايل كاب ولن يؤثر على بير بيرينج يعني بالجسور وإلى آخرين تابعوا لهذه الحقيقة منظروا هذا مثلا من المكتب الشهير جولدار مثلا أجر تجربة على أنه هذا التصميم مثلا هذا المخطط الزهري هذا هو التصميم وهذا هو الواقع ولما تحققوا أجر تجارب السونيك طبعا هذا مكتب هندسي لا يفرط ولا يعتمد على الورقيات بقدر ما يكون له ناس على الواقع ويلاحظون هذه الأشياء منظروا عندما عاد إلى تجربة السونيك فوجد هذه الفجوات وفسر سبب الانهيار وعدم وصوء القوة المصمم عليها وكان سببها هذا الانقطاع وأنا أقول لكم أنه عند الصبت تأكدوا من أن تريمي بايد يصل إلى ارتفاع لا يقل عن 20 سنتيمتر من قار الوتد حتى لا يحدث هناك تلوث للخرسانة وتحصون على الخرسانة ضعيفة وتكون سببا في الانهيار أو الانهيار الجزئي للمنشأة للمنشأة سواء كان جسر أو كانت مبنى وأيضا من الأشياء التي مثلا تعلمتها أو شاهدتها أن الشركات التصميمة اللانغان وغيرها العالمية الكبيرة في برج المملكة طلبت شراء مكنة كانت كلفتها ما يقارب 500 ألف ريال سعودي لقياس سماكة الترسبات في قعر البايد والتي لا ينتبه لها كثيرا وأنا أشرفت وكنت مهندس مقيم في أحدى المكاتب الهندسية في دبي منذ وقت قريب في عام 2015 و16 تقريبا أو 2017 فعندما نأتي لصب البايل نتحقق من عمق البايل فإذا به أكثر من متر إلى ثلاثة أمتار مغمورة بالفاين متر إذا لم ينتبه لها المهندس فأين ستكون البايلات وأين ستكون الحقائق وأين ستكون الطم الكبرى وهذا ما يحدث في الواقع وكنت أضطر وأجبر المقاول على أن يسحب التقفيصة يخرجها نهائيا من الوتد ويرجع ويحفر وينظف ويرجع وينزل وقبل أن أصب أتأكد من عمق البايل فهل يفعل هذا المهندسون لا والله لا يفعلونه ولا يعرفون ماذا يحدث في الواقع ولا يعرفون ماذا يحدث في الواقع المحترامي للجميع انظروا هذه الأشياء أخذتها من هذا المكتب يقول لك بعض المشاكل التي تحدث مثلا هنا بور تريني وورك إن كالكوريانس سان للبحرين هذا طبعا هذا سنقطاع هنا في البايل هل تشاهدون هنا يقول لك بور بيز كليني إن سيلت ستون ميلبورن هاي باستراليا هو المكتب استرالي هذا شوف إذن ليس نحن فقط الذين نخطئ يخطئون حتى في بلاد الغرب طبعا هنا يقول لك بور تريني وورك إن سيلت ستون ميلبورن شوف الانقطاع في البايلات شوف الانقطاع في الكل الجوينت يعني كلنا نهمل الكل جوينت يعني يصب الآن خلصة الخرسانة يرفع الخرسانة الالتريني ويرجع يكمل بعدين وتحدث الكارثة وتحدث الكارثة إذن أنت يجب أن تحسب الكميات التي تحتاجها لكل لكل وتد وتتأكد من جوزة الخرسانة أحد زملائنا الكرام والأفاضل تطرق إليها في المحاضرة السابقة على ما أعتقد وهذه مهمة جداً من التلاعب بإضافة المياه ومن التلاعب بإضافة المواد الكيميائية التي تطير من عمر الخرسانة وأود أن يعني ألفت عناية انتباهكم إلى حقيقة دامغة سمعتها من أحد الإخوة الذين يعملون في أحد مصانع الخرسان الشهيرة قلت له ماذا تفعلون بالخرسان المرفوضة من قبل استشاري قال لي ماذا تظن قلت له يعني تتخلص منها في المكبات يعني بالمتفق عليها مع البلدية وكذا قال لي لا نضع لها بعض المعالجات وندورها ونرجع ننسوها إلى معامل أو مشاريع أخرى وممكن إلى نفس المشروع فأخوتي الكرام أخوتي الأفاضل مشاريع مهمة يجب أن يكون مهندس في الموقع يجب أن يكون مهندس في محطة الخرسانة يحسب متى خرجت السيارة ومتى رجعت والسيارات النرفوضة يكون هناك شبكة اتصال بين المهندسين كلهم ليتأكدوا أن المقاول أو مزود الخرسانة لا يتلاعب بهم لا يتلاعب بهم طبعا هذا المكتب يستخلص أنت يقول لك understand the geology understand site constraint contractor capabilities select the right biotypes understand bioperformance understand the group effects installation is critical critical installation is critical وهذا لا ينتبه إليه كثير من الأخوة confirm performance assumptions يعني أنت يقول لك preliminary biocast preliminary pile test proofing pile test dynamic pile test sonic pile test integrity pile test الآن preliminary pile test لا ينتبه إليها كثير من المهندسون ويعملون هذه التجارب بدل أن تعمل هذه التجربة to confirm the assumption يعملونها في الموقع نفسه يعملونها في موقع مجاور أو بر الموقع يقول لك حتى من أخر العمل حتى من أخر العمل حتى من أخر العمل وبالتالي لا يحدث مثل ما نسميه optimization على التصميم لا يحدث optimization على التصميم ونحتفظ بالتصميم البداية دون الاستفادة من التجارب دون الاستفادة من التجارب طبعاً هذاك حقائق الآن أنا أريد أن أعرض لكم حقيقةً أشرفت عليها بنفسي على أحد الأبراج وعملنا ما يسمى التجربة الإنسترومنتيشن تاست كان قطر البايل ألف ومئتين مليمتر والكاتوف لبل صفر خمسة وصفرين والداتم يعني كداتم دبي منسبيتي داتم بلاس 2 وطول البايل ناقص 32 يعني طول البايل إذا هذا بلاس 2 هذا منس 32 يعني طول البايل 32 متر وقوة التحمل للسيرفيس لود كان 16900 كيلو نيوتون والماكسيموم تست لود 42250 كيلو نيوتون وهي 2.5 السيرفيس لود انظروا مستوى الإنسترومنتيشن مثلاً هنا كانت عند التيب هنا لبل الثاني لبل الثالث لبل الرابع لبل الخامس لبل واحد على ناقص 1.5 متر لبل الثاني إلى آخر إلى آخر إلى آخر المهم أننا هذه النتيجة التي حصلنا عليها والتي هي بين عمق البايل بين عمق البايل وبين قوة التحمل قوة التحمل لاحظوا هنا هذه الموبوليزيشن الأعظمي للقوة على 2.5% نحن قلنا بتصميم البايل أخذنا الاندبيرينج والسكن فريكشن أنا أثبت لكم من الليتيريتشر ومن المحاضرين والمكاتب العالمية أنه لا يوجد هناك حقيقة اسمها موبوليزيشن للاندبيرينج لا يوجد حقيقة للاندبيرينج وبالتالي الحساب وأخذ الاندبيرينج كاملة بعين الاعتبار هذا يعني فيه مغالطة ومغالطة كبيرة جدا فانظروا هنا حفظكم الله أنه عندما بلغنا 2.5% من قوة التصميمية أننا لم نصل إلى الموبوليزيشن من الاندبيرينج كاملة كما أخذت بالحسابات فهذه المنحانات الخلاصة ماذا تقول الخلاصة على هذه التجربة التستي بايل 1220 ملي متر دا وطول 34 متر أنا أخطأت 32 و34 واز لود 250 بالمئة of the design working load in static compression تستي بايل the بايل behaved as a friction بايل mainly the load transferred to the tube was found about 10% فقط يعني أنا بعد أن طبقت 2.5% ما وصلت إلا إلى 10.5% فكيف أنتوا تأتوا مثلا وتصمموا أنه الاندبيرينج تأخذوها بين الاتبار أنه هذه كاملة وبالتالي هذا بدل ما يطلع معي بايل طوله مثلا 20 متر يطلع معي بايل طوله 10 متر وهذه سمعتها من بعض الإخوة قال لك برج ارتفاع 40 طابق أطوال البيلات 15 متر ليش يا أخي اعتبرت هذه النتيجة قال لك تقرير التربة بكل كذا وكذا إذن was found about 10.5% only maximum test load and about 5.1% from the working load from the working load 5.1% طبعا لن أدخل بحساب مثلا lateral model subgrade reaction وأنت تعرفوا كلكم مثلا العلاقات هاي لأن هذه كلها العلاقات أنا التطرق لهذه العلاقات ليس لي أعلمكم أو أو أحسب هذه البرامترات لكن لأقول لكم أن إذا كانت البداية مغلوطة فالنتائج كلها مغلوطة والحسابات كلها مغلوطة والحسابات كلها مغلوطة وهذه أيضا الذي يريد أن يتوسع يطلع على هذه وأقول لكم آسف على التأخير وجزاكم الله خيرا ومستعدون لسماع ملاحظاتكم وأشكر صبركم علينا واتسع صدركم للإطالة لكن الموضوع يستحق هذه التغطية وأترك الميكروفون للأخ الفاضل المهندس عبدالحكيم جزاه الله خيرا الله بار فيه الدكتور يعطيك العافية حقيقة محاضرة قيمة والشباب يعني معظم يسنوا على هذا اللقاء حقيقة عن أسئلة رح نأخذ الحقيقة لأسئلة كثيري لكن إن شاء الله على طلب الزملاء من أن نعمل لقاء ثاني إن شاء الله نشوف كيف من أنجد وزال محاضرة ونحكي بشكل مفصل عن بعض الأمور إن شاء الله أنا على استعداد بإذن الله آسف على القطع الحديث على استعداد لإعطاء ليس محاضرة بل محاضرات ومحاضرات إن شاء الله وأعتبر أن هذه يعني مسؤولية أنا لم يسعني الوقت أن أكتب مؤلفات لكن عندي من الحقائق والحالات التي درستها وأصدرت فيها تقارير هندسية لمشاريع كبيرة واستراتيجية الكثير والكثير الذي يعني يغفل عنه الكثير والذي يهتم به الكثير لمعرفة هذه الحقائق إن شاء الله ولن أبخل ولن آل جهدا إن شاء الله بعمل أي شيء يرتعي الأخوة أنه سيفيدهم في المستقبل إن شاء الله الله يباري فيه دكتور بالنسبة لل فريكشن والبيرنج كابسيتي الحقيقة من خلال تجارب كنا نعمل دائما بالتصاميم وخاصة بالأبني وبالترب أو الكلي سول والسامد نشتغل دائما فريكشن مع بيرنج ونعمل تجارب واختبارات لحمولات كبيرة وصلت ممكن 600-700 طن ورغم ذلك ما كان يكون عنا الانتقالات أكتر من 4-5 ملة فأنت أنا من كلامك إذا بدي أوصل أنا لفريكشن لازم أنزل بعشرة بالمية من قطر البايل بالسيتلمنت لأشتغل الفريكشن بينما نحن بهالاختبار عفوا أنا ما قلت لإشتغل الفريكشن 10% ايه وضح فعندزناك لها أنا قلت لحتى يتم تحريض أو عمل يعني موبوليزيشن للإنت بيرينج لازم 10% من قطر البايل لكن أيوة كسيتلمنت 10% من قطر إذا عندك 1 متر لازم يهبط 10 سنتيمتر لحتى تشتغل الإنت بيرينج أما إذا كان إذا كان سكيني فريكشن لن يتجاوز قلت لك حسب الصخر حسب المراجع من 0-3% إلى 1% فقط يعني 1 متر 10 ميلي تمام وضحت الفكرة تمام تمام بس بالاختبارات كان يطلع أقل من هذا القيم بكثير عن فكرة كأننا نشغل فريكشن مع بيرينج والسيتلمنت وحتى أخطار متر ومتر ونص كان السيتلمنت ما يطلع عنا يعني أكثر من 3-4 ملي لا مهندس عبد الحكيم أنت لم تشغل اسمح لي لم تشغل الاند بيرينج ولم تشغل السكيني فريكشن كاملا أنت ما حدث ما حدث أنه تم الآخر من الانتبار بالتصميم الاند بيرينج والسكيني فريكشن مع بعضهم البعض لكن لكن أنت نتيجة كان عندك أوفر ديزاين أوفر ديزاين فأنت الهدف من التجربة أنه تساء على التصميم لذلك في الغرب المبالغات التي تحدث عندنا هنا في تصميم البيلات وأطوال البيلات وأقطار البيلات لا توجد في الغرب لا توجد في الدول الثانية لأنه المبلغ الذي يصرف على البيلات مبالغ ضخمة جدا ليش؟ لأنه لا نستفيد من التجربة التجربة تأتي تحصيل حاصل كبروفينج تس ايه الديزاين سيف سيف طبعا هذا ليس حالة عامة لكن في بعض الحالات بيض كونسيرباتي يعني بيض كونسيرباتي يعني أطوال البيلات قصيرة ويأخذوا الاندبيرينج ولما يأتي فأنا حدثت معي بعض المواقع أنه نهار البيل تحت الديناميك تس يعني فنهار البيل نهار البيل تحت برب المطرقة راح على طوله نزل هلأ هو بصراحة يعني ممكن حاليا أكتر من 25 ريبورت موجود باختبارات بتقارير ما طلع عنا أكتر 3 4 ملي والاختبار بتم أنت المعلم بهذا الموضوع الاختبار بتم على الوركينج لوت تبع الجيم المبنى ولما عم نصمم نحن البيل وعم ندخل الفريكشن مع البيرينج عم نشتغل على الوركينج لوت يعني عندي مثلا 400 طون باشتغل 400 طون باختبار البيل على 400 طون فمن المستحيل أن يكون الفريكشن يطلع عندي مثلا أنا 400 طون وسع البيرينج كبس أنت باشتغل لا ما بتوصلا أنا أنا وقد لك من التجربة من الانسرومنت التست سوينا الانسرومنت التست لمشاريع عدية مثلا سواء الانسرومنت التبايل ولا سواء مثلا أوسل تست أوستربرغ تست فما ما تسوي موبوليزيشن للإنت بيرينج لأنه أنا إذا سويت موبوليزيشن للإنت بيرينج ثق تماما أنه راح يصير في فاليا إذا ما سويت موبوليزيشن للإنت بيرينج معنات عندي الفاكتور اللي بدخلها بتصميم البايل الفريكشن معنات بيري 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 كونزيرفاتيب خلينا اكزاكتلي اكزاكتلي هذا ما يحدث يعني هذا ما يحدث يعني يعني قلت لك يحدث يعني هو سيف وحدين إما يحدث هدر وكميات كثيرة أو يحدث مثلا مغالطة في الحسابات تمام يعني هذه الحقيقة يجب أن ينتبه لها كثير يعني مثلا أحد المشاريع قلت للمقاول طلبت منه مثلا فندق هيلتون مثلا كان مشروع مهم جدا في إمارة أبوظبي قلت له يا أخي يجب أن تعزل هو سوى التست من الطب يعني كان مثلا تحت الأرض 8 متر قلت له اعزل هذا الجزء من البايل عن التربة المحيطة حط مثلا دبل كيسنج حط غريز حط كذا لحيث أنه يصير فري ستلمان قال لي يا أخي هو رمى اللوز وما ما بيأثر كذا فتفاجأنا أنه 8 متر هدول شعلوا اللوز تبع التجربة يعني التربة بصراحة لما يقولك بمراجع التربة يقولك تحمي نفسك بها تحمي نفسك بها تحمي نفسك طيب السؤال أنا كمهندس إنشائي أنا مصمم إنشائي الحقيقة ما يهمني أني ما يعطيني إياه أو ما يزويدني به الجيو تكنيكا الإنجينير فلما بطلب أنا تقرير تربي وبطلب الديزاين برامتر فأنا هون بهالحالي خليط مسؤوليتي من هذا الموضوع لا اسمح لي أقول لك بس خلينا نشوف هذه ما نعرف شو نخرج من هذه نستطيع نخرج من هذه الشاشة معلش والله إذا بدي أرجع للشاشة عندي معناته لا ما في مشكلة خلاص عمول Escape عمول Escape بالزر الأيمن Escape Stop Video Escape الزر اليسار الأعلى أعلى يسار الكيبورد Escape ايوه نايمو ايوه تمام فأنت عندما تقول أنك تخلي مسؤوليتك عندما تأخذ معاملات التربة من تقريب التربة كمهندس نتكلم أن كمهندس مصمم أو مكتب استشارات هندسية الحقيقة أرويها لك كالتالي أنا قلت في البداية أن الستاندرد 17 أو الآيزو 17 025 الذي هو يعطي التخويل للمختبرات لعمل الفحوصات لا يعطي لهم التخويل لعمل تقرير هندسي يعني عمل التقرير الهندسي هو من اختصاص المكاتب الاستشارية المتخصصة فالآن أنت عندما تذهب إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ما يقول لك الطبيب اذهب وعمل مثلا تحليل دم أو تحليل براز أو تحليل بول إلى آخره أو اعمل راديو أو اعمل اماراي إلى آخره فالمختبر لا يعطيك التقرير ما هي حالته يحول التقرير إلى الطبيب والطبيب هو الذي يحكم عن حالته والطبيب هنا في الهندسة المدنية هو مهندس الجوة التقنية أو المهندس الاستشاري المتخصص الذي عليه أن يترجم أو يحلل هذه المعاملات فأنت لم تخلي مسؤولتك والدليل ما حدث بعض الحالات في 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 المحاكم أن قدمي أو كان مثلا كما نقول مثل عامي إجرين الاستشاري وإجرين المقاول كانت بالفلق مع بعض وأكلوا الحكم كليهما ولم يحكم على المختبر لأن المختبر يقول لك أنا لست مسؤولا عن ترجمة هذه المعاملات إلا بحدود صغرى ضمن مثلا هالحفرة لقطرة 100 مليمتر والآن مثلا هيئة المواصفات مثلا في الإمارات العربية المتحدة طلبت المختبرات عدم يعني أو كتابة عبارة تضع المسؤولية على الاستشاري يقول نحن لسنا مسؤولون عن يعني التعامل مع هذه المعاملات وعلى الاستشاري يعني اشتقاقها بنفسه فهو يضع فيه ملحق التقارير مثلا الـ 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 فهمت علي فأنت لم تخلي ملحق للأسف يعني وحتى المحاكم لا تعترف عليك في ذلك تمام تمام السؤال دكتور كيف يمكن أخذ تأثير التربي على صلابة مساند الأعمل والجدران كيف السؤال حرفيا كيف يمكن أخذ تأثير التربي على صلابة مساند الأعمل والجدران إذا فهمت السؤال يعني أنه هو هل التربي مثلا ستؤثر على مثلا قوة تحمل قوة تحمل العمود أو قوة تحمل الجدار يعني الدفع الجانبي للتربي مثلا فطبعاً فطبعاً إذا لم تكن مأخوذة بين الاعتبار أثناء الحمولات التصميمية والحسابات مثلاً رد فعل التربي مثلاً حسب النجاتيب مثلاً برشار والبوزيتف برشار مثلاً على الارتينيج وال أو على القلم أو الأخري فيكون يعني عدم وضوح في يعني طريق التصميم الجدار وبالتالي تكون قوة تحمله أقل من القوة اللي هو مفروض يتصمم عليها وبالتالي يحدث انزياح أو حركة بطريقة ما وهذا ما شاهدناه في بعض الجدران إنه مثلاً يصيبها مثلاً سلايدين أوفرتيرنين دفلكشن إلى آخرين طيب السؤال يقول ما هو الفرق بين تحمل التربية وعمل رد فعل التربية لا ما هو السؤال واضح وصريح يقول لك إنه تحمل التربية أو رد فعل التربية اللي بناخده بعين الاعتبار هو عبارة عن كواحدة كفيزيائيا وكيلو نوتر على متر مكعب شو معناه قوة تحمل على هبوط قوة تحمل على هبوط فمن هنا يعني يأتي هذا وإذا أردنا التوسع وكيفية حساب وكذا ذكرنا بعض العلاقات ممكن نزود الأخ الساعل بتفاصيل أكثر إن شاء الله تمام تمام الله بارك فيك السؤال هل يمكن استخدام مايكروبال للتدعيم وما هو نوع البناء الذي يستخدم له والله هذا سؤال جميل بصراحة الله بارك فيك وأنا حدث لي أو يعني أن كنت ليدر إنجينير لأحد المشاريع الاستراتيجية في مركة أبوظبي التي تعود مسؤوليتها على بلدية أبوظبي فكنت المهندس الذي هندس المشروع من أوله إلى آخري لصالح أحد الاستشاريين المعروفين في البلد ووضعت مواصفاته وطرق التعامل والتدعيم من المايكروبال إلى الجاتي جراوتينج إلى ستون كولومز إلى الريجيد ريجيد إنكلوجين إلى السويل ميكسينج إلى الجراوتينج كيميكا الجراوتينج جيو بيرز يعني كانت هناك عدد سع طرق وهذه تم تطبيق أغلبها في الواقع فكان المشروع يعني كثير من الأشياء وبعد أن تركت المشروع كاستشاري ذهبت إلى المقاول وأصبحت الاستشاري له بعد أن فتحت مكتب الاستشارات وأشرفت على الموضوع من ناحية أخرى إذن نعود السؤال إلى المايكروبيلز نعم المايكروبيلز هي تقنية جدا فعالة ومستخدمة الآن الإمارات بشكل كبير جدا لتدعيم الأبنية القائمة لكن أنا قبل نذهب إلى المايكروبيلز لا بد من أعمل دراسة كاملة للمبنى وأعرف سبب الهبوط وتحديد المشكلة وبالتالي أرجع للمايكروبيلز والمايكروبيلز يعني في تدعيم الأبنية القائمة كيف كيف نعمل ذلك الشيء بسيط جدا أنت تكشف عن الأساسات وتتأكد أن الأساسات يوجد فيها مشكلة هذه طبعا المايكروبيلز تكون في الأساسات السطحية فتكشف عن الأساسات وتتأكد من سلامة الخرسانة ومقاومة الخرسانة وتعمل كورينج في المكان الذي صممت فيه البايل وتحفر البايل وتزرع البايل ومن ثم تعمل إما مثلا لقينج الأنكر مثلا مع الأساس الموجود أو تعمل كابينج نوع من البايل كاب تربط الحديد الكفر اللي ساوته الجديد مع الأساس الموجود وبالتالي تنقل حمولة من الأساس إلى المايكروبيلز وقد استخدمت بشكل واسع في المشروع اللي أتكلمت عنه ودائما تستخدم طبعا في المجموعة التي يعني أعمل بها أيضا في تدعيم أبنية كثيرة وخاصة المدارس والمستشفيات والمستوصفات والأبنية التي يعني تكون أغلبها مبنية على أساسات سطحية وحتى أحيانا على رفض وحتى أحيانا على رفض إذن أنصح كثيرا باستخدام تقنية المايكروبيلز بتدعيم الأبنية القائمة والسؤال جيد بصراحة ولا أعرف إذا كنت أجبت عليه أو إذا أراد الأخ مثلا توضيح أكثر ممكن أوضح أكثر الفكرة إن شاء الله بارك الله فيك دكتور من المنحنة اللي بوضح الـ SPT مع زاوية لإحتكال ألاحظ بكتير تخارير تربي أن SPT بيعطيك 60 أو أكتر من 60 أكتر من 70 بينما الفريكشن أنجل بيعطينيها 33 أو 35 لكن إذا رجعت للمنحنة اللي حضرتك حطيته ممكن الفريكشن توصل عندي 40 45 ونحن بكتب التربي بيغللك الفريكشن تبع الصخر ليس لتبع الصان تبع الصخر يعني بتستخدم أكتر شي يعني 40 أو 45 كحد أنظمي هنا من تقرير التربي المستخلص الفرجناكية وهذا البرج يعني ممكن أذكر اسمه اسمه انتصار تور في دبي ارتفاعه 550 متر وكان مؤسس على بارت بايلز وليس بايلات والبرت بايلز هي البايلات المستطيلة فكان طول كمقطع يعني طول البرت مثلا 2.8 وعرضه 80 سنتي وعمقه 80 متر وعمقه 80 متر بايلز فبنرجع لل SBT مو هيك نحن نحك SBT وعند فريكشن فحنا قلنا انو الانتيرن الفريكشن متن ما شفناها وقاسوها في المختبر انو الصخر زاوية الاحتكاك في الصخور رسوبية أقل من زاوية احتكاك في البريدين الساند البريدين الساند وهي الحقيقة فمو معناها الصخر معناها انو باخد زاوية احتكاك بعدين في المت للانجل في انتيرن الفريكشن فمت علي في المت يعني انا ما بصير اخدها اكتر من حد معين يعني طيب زرجات للمنحني رح تطلع اعلى دكتور هذا المنحني اللي عرضته رح تطلع الفريكشن زرجات للمنحني يعني بكتير التقارير تربي نحنا نشوف ان الاس بي تي عنتي يمكن جاوزتهم اذا بترجع لهم بعد ازناك ممكن ارجع لكم هذا اذا 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 قلتلك احيانا تقاريب تجينا 60 لل 70 خلينا نروح لل 50 زرجات لل 50 تطلع عندي الفريكشن انجل اكتر من 40 فازت وعلما اني ما اشوف ولا بتقرير اني عندي ساند الفريكشن انجل كانت اكتر من 40 يعني قتال مثل ما بيقول لنحصل 38 من مخبر التربية هذا العلاقة تجربية مبنية على تجارب قلت هذه العلاقات تستخدم للاستئناس للمهندس المصمم حتى يحكم على صحة المعلومات الواردية في تقرير التربية فاذا كان فري دينسان يعني انت لما تاخذ مثلا هون الاس بي تي حسب الكود مثلا الكود البريطاني مثلا هذا المنحني على الكود الامريكي هذا المنحني على الكود الامريكي الكود الامريكي عدد ضربات الاس بي تي مية الكود البريطاني عدد ضربات الاس بي تي خمسين فلما انا اقول خمسين اتي بياهيك تأتيني اربعين زاوية الاحتكاك بينما ما بتلاقي بالتقرير اربعين بتلاقي تلاقي تلاتة وثريتين اربعة وثريتين لا هو يعني يكون هو كونسيرباتي هذا السبب هذا السبب اللي ذكرتلك لما بتصمم فريكشن وبير وبتلاقي زاوية الاحتكاك تلاتة وثريتين اربعة وثريتين بينما بالواقع من كل الاحتكاك يطلع الترمية اكبر اكبر نعم نعم كلامك صحيح نعم كلامك صحيح يعني لذلك لذلك انت كمهندس يجب ان تعرف هذه الحقائق كله تعي يا اخي انت حط تلاتة وثريتين طيب انا التربي ما عندي ما فيها اجراء التجارب اللي بسموها نان روتين تيست يعني مثلا كربونيت جيبسوم أورغانيك متارز الى آخره فهذه مهمة جدا انك تساوية مثلا كونسوليديشن تيست اذا كان هناك مثلا كلاي الى آخره فمشان تحكم بشكل جيد على الموضوع فلما مثلا انت عارف التربة جيدة وممتازة وفيها عناصر وكذا فليش يا أخي انت متحفظ لماذا لم تعطيني زاوية 30 درجة وانا هنا يعني حسب المنحن الشهير هذا كارتر عند بينك الى آخره يسنة 1860 يعطيني الصلاحية ان يأخذ 40 ما فهمت علي كيف تمام تمام وبعدين انت فيك تحسبها مثل ما شفت العلاقات الرياضية اللي أنا عرضتها من الاسمي تي نفسها تحسب زاوية الاحتكاف في يعني نحط لك المتحفظ مثلا فأنت اللي ما بتواجه اي مختبر بالحقائق هاي واخدها قاعدة اكتر المختبرات ما فيها مهندسين مدنيين نعم لما تجلس معه وتواجه بالحقائق هذي يستسل لانه ما بيفهمها دكتور بالنسبة لعام الرد فعل التربية الكيس الكيس وال بيرين كبسي يعني يكون سؤالين بسؤال واحد يكون ببعض العلاقات كل ما زاد عرض الاساس تقل مقاومة التربية ولكن بعلاقة ترزاكي كل ما زاد عرض الاساس تزيد مقاومة التربية كيف سنربط بين هذين أو هاتين العلاقتين لا هو مو كل ما زاد عرض الاساس يعني هو الواقع الواقع منك ليش تزيد من مقاومة يعني الآن يعني أنا أضرب هذا كمثل بسيط إذا جاءت للسلايد الظاهر معنا أول واحد عندك اللي بيعطي علاقة ترزاكي اللي فوقه أيوه ألاحظ بالكيو مرتبطة العرض الأساس فإذا زاد عرض الأساس معنا الكيو الأساس رح تزيد معي أنا إذا صممت على ترزاكي رح تطلع عندي مقاومة كبيرة أما لو أرون علاقة تاني مرتبطة بهي بصفر يمكن بي زاد تيرم على بي كل ما زاد عرض الأساس رح تقل عندي تمام تمام مهندس عبد الحكيم كلامك صحيح وقلت لك هندسة التربة 50% نظري و50% جاجمنت تمام يعني إذا لم أعطي متعة جاجمنت العلاقات تعطيك قيم مضللة المثل بسيط جدا أنا يوميا أذهب إلى المسجد حتى لا أسلك الطريق المعبد أمر في الرمل فعندما أكون الله يعزك لابس حذاء عريض أمشي بسرعة على الرمل لكن إذا لابست مثلا حذاء كوندرة الله يعزك فأغوص في الرمل لأنه لأنه السطح قل ومن هنا لمن يريد أن يفهم قوة تحمل التربة لينظر إلى الجمل طبعا لي بالمية لينظر إلى الجمل وليخف الجمل هل خف الجمل مثل الله يعزك مثل خف الحمار أو مثل خف الحفان أكيد لا ولماذا الجمل يستخدم في الصحراء وفي الرمال ولا يستخدم مثلا الحمار ولا الحصان مثلا والحصان عندما نستخدمه مثلا نحذي إلى آخرين فكلما الخف يساعد على المشي تمام تمام فمعناها على الأساس كلما كبر كلما قلت الحمولة المنقولة إلى أول لازم نميز دكتور بين الإجهاد على التربة وإجهاد التربي آه تمام الإجهاد على التربي وإجهاد التربي نعم تمام أي حقائق يعني الإجهاد التربي ما تحمله التربي والإجهاد على التربي ما يطبق على التربي لا يطبق تمام لعني فلذلك كلما كبر الأساس المفروض الإجهاد على التربي مخف لكن تحمل التربي المفروض يكون واحد سواء كان القاعد لا تحمل موجود واحد يزبوط ولا أربعة بأربعة كتحمل على أنا أعتقد أنه دخلت معك بدي بيتي بهذا الموضوع سابقا وكنا متفقين على نفس الكلام اللي بتحكيه يعني الله البارك فيه طيب بالنسبة لل UCS تمام متى أستخدم البوندينج بين زروق و كونكريت في استخدام القياس الأبلفت وكبسيتي أو بايت متى أستخدم البوندينج لإستخدام القياس الأبلفت وكبسيتي أو بايت متى باستخدم متى بروح أنا بقول أني والله عندي UCS أجاني تقرير تربية عندي UCS 15 ميجا باسكال عندي RQD 34 عندي recovery 50% هل أذهب إلى ما يقول تكست بوك ومصنف ليه وأستخدم نفس علاقات ألفا بيتا بكيو ألتميت أو بل UCS الحقيقة في عندي حد معين لازم أمشي عليه لا لازم أنا أمشي أكون يعني أنا قارئ لكل المعطيات بشكل صحيح ورابط كل النتائج مع بعضها بشكل صحيح ممكن نروح بس للعلاقات اللي حطيت لنا إياها طبعا RQD والrecovery نعم بلروح لليش لا طبعا بالعزل من الزملاء لاني بس أسلي بعتقد همي وبتهم كل الزملاء يعني النقاش أحيانا بيكون له فادي نعم أنا فكرت يعني هاي بدي أهرب من هالعلاقات هاي نعم هنا أي سلايد مثلا اللي فيه أشي اسمه الصخر الصخر نعم الصخر الصخر فيه الRQD اللي ما نكحط الRQD حطيتنا إياها الRQD من صفر لخمسة وعشرين تصنيف الروك نعم هاي بالرمل هاي أي هنا هنا نعم هنا في سلايد أنا الروك من صفر لخمسة وعشرين ومن خمسة عشرين الروك كواليتي ديزانيشن أيوة أيوة هاي هي نعم أيوة تمام فأنا عندي إذ الRQD عندي طبعا هون عبيعطيني أنا الماس فاكتور جي نعم منه بطارة ألفا وبتا ممكن نعم نعم إذا عندي RQD خمسة وعشرين نعم والعلاقات النظرية بحساب البوندينج والألتميت كومبريسيب سترينج تعتمد على الRQD والفاكتور جي الماس فاكتور جي صح؟ نعم صح طيب وين راح الريكافوري؟ لا ما هو هاي هون الRQD الريكافوري هذا هو هذا الRQD هو الروك كواليتي ديزانيشن بس في عندي هنا نسك في الريكافوري لا ما هو الريكافوري شوف طلع علي بصراحة شوف طلع بصراحة شوف طلع بصراحة كلامك صحيح وأنا لم يعني بضيق الوقت كماك شايف احنا ما شاء الله تقريبا وصلنا ثلاث ساعات ايوان فيوجد علاقات الى علاقة بالريكافوري والتوتال ريكافوري والعلاقة بالصول بالصوليد كور ريكافوري شو اسمه شو اسمه الكور يعني الريكافوري تبع الكور نعم الى علاقة وستنتج منها المعاملات هاي وتحسب القوة التحمل بشكل صحيح نعم لكن احنا انا هنا اقترقت في الموضوع هذا واذا شئت مثلا وتيحت لنا فرصة لاحقة ان شاء الله اتي بهذه العلاقات كلها بجدول مثلا واريك كيف تحسب مثلا هذه المعاملات وتوصل بالاخير للنتيجة الصحيحة لكن نحن ما يحدث الان عندنا انا كنت واقع كثير بالمحاضرة تبعي ما يحدث عندنا في المختبرات وما يحدث عندنا في المكاتب الهندسية ناخذ هذه الاشياء ناخذ هذه الاشياء وهذه الاشياء يوجد فيها بعض القصور وهذا السؤال بعينيه سؤال مهم جدا وموضوع لمحاضرة بحد ذاتها بالتصميم الصخور الروح يعني وهي انا تعرضت لها بصراحة كنت في قطر في مدير مشروع للنفق الاستراتيجي للخدمات ما اعرف اذا المهندس شعبان او غيره من قطر موجود طول النفق 80 كم وكان الاستشاري CH2 فكان يدقيق على هذه المعاملات كثيرا جدا وسوينا ابحاث وتجارب واختلفنا معهم كثير في المختبر انا كنت من ناحية المختبر يعني مختبر اسمه ACTS Advanced Construction Technology Services مختبر معروف جدا عندكم في المملكة له اكتر من فرع وهو كان دارس المواد لمطار جدي كامل ولبرج المملكي كامل ودخل بمترو الرياض ومشاريع استراتيجية هاي شركة يعني من اكبر الشركات فاحص الفحوصات المواد والتربية Third party فاجرينا هذه الدراسة على العينات وكان كثير دقق على هذه المعاملات التي تفضلتها انت وين ذهب الـ Total Core Recovery نعم اذا انت لتحسب المقاومة صح لازم تاخذ الـ Total Core Recovery والـ Rock Designation وكل هاي الشغلات تفحص على البرامترات الصحيحة وانا اشكر الذي طرح السؤال واذا تفحت لنا فرصة ان شاء الله لاحقة تأتي بهذه بهذه السؤال طيب السؤال الحقيقة واذا اراد التوسع بها اراد التوسع والله لازم نتوسع لاني مهم جدا وتستخدم كثيرا جدا جدا ما عندك مشكلة طيب الحقيقة اسئلي كثيري لكن الوقت اخذنا السؤال الاخير او الطلب الاخير من احد الزملاء ماذا تنصح المهندس الانشائي او المهندس المدني بشكل عام؟ والله هذا السؤال انا كمهندس مدني قبل ان اكون دكتور واعتز يعني ان اكون مهندسا ومثلكم يعني واعترف لكم بعلمكم وبخبرتكم الواسعة وانا تلميذ من تلميذكم اكون تواضع اقولها ولا ادعي المعرفة اكثر منكم ومنكم اتعلم والدليل انني اتابع محاضراتكم عن كثب واكثر الناس اللي يسجلوا حضور وما اعتقد ان اتغيبت الا مرة او مرتين عن كل المحاضرات لظروف لكن اتعلم يوميا من المهندسين من الاخوة ما شاء الله واعترف لكم بعلمكم ولكن الانسان يتعلم دائما ويجب عليه ان مثل ما تفضل الاخ المهندس الفاضل نبيل عطري انه المهندس يجب ان يعمل على نفسه ويتابع ويطور نفسه ويطور معلوماته بشكل كبير ف في مثل يقول كان عندنا استاذ في كلية الهندس المدنية في جامعة حلب لا ادري ان ان تلقيت العلم على يديه في مادة الرياضيات اسمه احمد علوظي الله يرحمه الله يرحمه استاذنا فكان يقول اعطي الخبز للخباز ولو اكله نصفه نعم وانا كمهندس مدني وكمهندس انشائي لا استطيع لا استطيع ان اولم بكل المعلومات الله يرحمه ويجب علي ان ارجع بكل تواضع الى زميلي المتخصص مهندسة الجوتاقية واطلب منه المعلومات التي تساعدني في اجراء التصميم الصحيح ولا احمل للمهندس الانشائي ولا المهندس المدني خطأ الاختيار لانه يتعامل مع واقع ولا يوجد في المكتب مثلا كله مهندس جوتقني ومضطر ان يتعامل مع جيولوجيه من المختبر ويجتهد المسكين واحيانا ممكن يرتكب غلط فانت يعني من الاساتذة ما شاء الله واشهد لك في ذلك السيد نبيل ايضا اشهد له واشهد لكثير من الاخوة المهندس شعبان وكلكم ما شاء الله ثلّة من المهندسين الأفاضل والعمالقة في الهندسة الاجتهادات قد تصيب وقد تخطئ ولا بد من استشارة المتخصص ولا بد من عدم حمل المسؤولية كاملة والقول ان انا مهندس مدني واستطيع ان احكم على صحة هذه المعلومات وانلا لا ما وجد يا سيدي لا ما وجد مهندس جوتقني ولا ما وجد مهندس مائي ولا ما وجد مهندس مساحة ولا ما وجد مهندس طوبغرافيا ولا ما وجد مهندس هيدرولوجيا ولا ما وجد إلى آخره هذه السلسلة ولا ما وجد طبيب عام وطبيب عيون وطبيب 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 ونحن في الهندسة اختصاصنا أخطر من اختصاص الطب بكثير والخطأ عندنا قاتل أما الخطأ عند المهندس عند الطبيب يقتل في مريض مريضين لكن عندنا نقتل بناية كاملة أو نقتل مثلا بلدة كاملة فلذلك لا بد من الرجوع إلى المتخصصين لا بد من وجود مهندس متخصص والمكاتب العالمية التي تحترم نفسها كلها عندها اختصاص هندسة جيوتقنية نعم هذه نصيحتي لكل الإخوة وأنا شخصيا أعرض خدماتي لله بالله للإخوة فأي واحد يريد مثلا أي معلومة أن لن أبخل عليه إن شاء الله إن شاء الله يبارك فيك الحقيقة المحاضرة كانت ممتعة جدا جدا وإن شاء الله بكنا لقاءة تانية وفي عنا لقاءة كتير يقابي إن شاء الله بخصوص البوستنشن البلبسلاب الاستدامي بالريسك مانيجمنت بالستيل عنا ثلاث أربع محاضرات والستيل بالربير فندعي الزبلاء أيضا يتابعونا بهالمحاضرات مثل ما كانت محاضرة اليوم إن شاء الله قيمة المحاضرات القائمة قيمة وشكرا تير تير يا دكتور قبل أن ننهي إن شاء الله أنا أطمن الإخوة سأدمج المحاضرات الثلاثة في بي دي اف و باوربوينت وأعضعها بخدمة الأخ المهندس عبد الحكيم لنشرها على الموقع كالعادة وإذا أردت المزيد فحياك الله ثم بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تشوفوا دقني طويلة شوي سامحوني لأنني أنا قررت أني أضحي وحتى الآن لم أضحي لأنه في زحمة في المسلخ أضحي إلى يوم غد أو بعد غد حتى نحافظ على طلب ولي الأمر المحافظة على المسافة وعدم ارتياد الأماكن التجمعات إلى آخرين الله يبارك فيك يعني لأنه وضعي يظهر كأنني أتيت من كهف يعني الله يبارك فيك ويتخبل منك والحقيقة بس سيت أقول التواضع عندك من قال لا أعلم فقد أحرز العلم والتواضع دائما يرفع العلماء الله يبارك فيك الله يعطيك الله عافية الله يعطيك لعب الزملانا جميعا وشكرا لكم ومنتابعكم إن شاء الله ومنتابعونا باللقاءات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمة الله وبركاته والجميع شكرا المهندس عبد الحكيم بارك الله فيكم والسلام عليكم وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة